موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا عزائي المشاهدين يوم جديد عبر ملعب سي بي سي تو والكرة في الملعب والنهاردة معنا مباراة في غاية الأهمية في الدور الممتاز في الأسبوع الثالث عشر والتجمع ما بين بتروجيت والنادي المصري في البداية أرحب بضيف الأعزائي ضيف الكرام كابتن أيمان يونس أهلا وسهلا من أولا أهلا بك كابتن شبير وتمنى يوم جميل كالعادة عملين نتفرج على مباراة حلوة وأداء حلوة للفرق مباراة استمتعنا قوي بوادي ديجلة ومباراة الرائعة مع طلاعي الجيش كانت واجبة داسمة نتمنى النهاردة إن شاء الله نستكملها ضيف الجميل كابتن خارد بيبو من نورة كابتن بيبو أهلا بيك كابتن شبير وأنا يعني فعلا المباراة عندنا هنا مباراة ممتعة جدا ومحس اللي إحنا استمتع بالكرة الحمد لله والشكر لدائما يا ربي خلينا أقول لكم ماذا يحوي اليوم من مباراة لكرة القدم مباراة أجمع ما بين الأسوتي والزمالك ثم على الهواء مباشرة هتكون معنا مباراة بترجيت والمصر يا مباراة فاصلة وحقول لكم ليه من خلال ضييف الأعزاء ثم مباراة الرجاء والمقاولون العرب مباراة الغد إن شاء الله إن فيما أسموها وتختتم معاكم على الهواء مباشرة هنكون معاكم من الساعة السادسة ومباراة الأهلي وحرس الحدود لكن تعالوا نتذكر سويا ماذا حدث بالأمس في المباراة والأهداف اللي كانت عندنا بالأمس كان فيه الجونة والمقصة وانتهى بالتعادل اتنين اتنين أو خلينا في مباراةنا الأهم كانت مباراة ودي ديجلة بالأمس مع طلاع الجيش وزيما كابتن أيمن قال كان يوم جميل في كرة القدم بالأمس والعرضية الرائعة من حسام عرفات والمتابعة الممتازة من دودي الجباس ليتقدم فريق ودي ديجلة بهدف في الدقيقة 15 عن طريق دودي الجباس ثم عرضية مرة أخرى جميلة من سيد سالم إلى دودي الجباس في الدقيقة 58 يحرز الهدف الثاني وهدف التفوق للفريق ثم هدف تأكيد الفوز لمهاب سعيد في الدقيقة 62 ليجهز تماما على طلاع الجيش ويؤكد أن ودي ديجلة هذا العام يبدو أن خارد بيبو سيكسب الارهان ثلاث أهداف نظيفة بقى النتائج جهد كالتالي الجونة تعادل مع المقصة 22 عمر السعيد وإسلام صلاح للجونة والفراج سجل للمقصة الشرطة مع الداخلية صلاح ريكو ونانا بوكو صلاح ريكو سجل ثلاثية من هدفين من ضربتي جزاء وعلي شوقي سجل للداخلية أربعة واحد كانت نتيجة المباراة صالح الشرطة الاتحاد مع النصر أول فوز للنصر على الاتحاد على ملعبه تقدم أحمد العجوز ثم تعادل محمد فارق بنزيمة للاتحاد وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدر الضائع نجح أحمد الصعيدي في إدراك هدف الفوز لفريق النصر الإسماعيلي معدى منهور عبد الله جلال بالخطأ في مرمى جونة طول في الدقيقة 55 للإسماعيلي ثم نجح محمد نصر في تقليل الفارق وأهضر عفرته فرصة لا توصف من ضربة جزاء أطاح بها في المدرجات تنتهي المباراة بفوز للنادي الإسماعيلي 2-1 خلينا نبدأ بهذا التقرير عن مباراة هذا الأسبوع ثم نعود إليكم من جديد مباراة بترجيت والمصري تقم تحكيم طريق المجدي عدد بالفتوح والشعبان محمد سعيدة أبو المجد كانت مباراة الجولة الثالثة عشر قد انطلقت أمس السبتة بخمس مواجهات على ملاعب أربع محافظات مصرية في الغردقى تعادل الجونة مع ضيفه مصر المقاصة بهدفين في كل شبكة في اللقاء الذي انطلق في الثانية والنصف عصرا وفي نفس التوقيت حقق اتحاد الشرطة فوزا كبيرا على شقيطه الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف من جانبه وصل الإسماعيلي نتائجه الإيجابية وحقق فوزه السادس هذا الموسم على حساب ضيفه العبد منهور بهدفين لهدف ورفع رصيده إلى تسعة عشر نقطة في المركز الخامس وفي الإسكندرية تعثر الاتحاد السكندري مجددا عندما خسر أمام ضيفه النصر بهدف لهدفين وهو الفوز الأول للفريق الصاعد هذا الموسم والخسارة الثانية لزعيم الثغرة تحت قيادة حسام حسن أما على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة فكان اللقاء الختامي لليوم الأول بلقاء جمع بين وادي ديجلا وطلائع الجيش وشهد فوزا كبيرا للديجلاوية بثلاثة أهداف دون رد محمد الجباس وضع أبناء حمد صدقي في المقدمة بعد مرور ربع ساعة ثم ضاعف نفس اللاعب النتيجة في الدقيقة الثامنة والخمسين قبل أن يعمق مهاب سعيد من جراح الحارس محمد بسام بهدف ثالث بعدها بخمس دقائق الفوز السابع هذا الموسم رفع رصيد وادي ديجلا إلى أربعة وعشرين نقطة عزز بها موقعه في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الطلائع عند تسعة عشر نقطة تراجع بها للمركز السادس أما اليوم الثاني لمباريات هذه الجولة فقد انطلق في الثانية والنصف عصر اليوم بلقاء الأسيوت سبورت والزمالك على ملعب أسمنت أسيوت ويشهد في السابعة والنصف لقاء الرجاء والمقاولون العرب بالإسكندرية هذا وتختتم مباريات هذه الجولة غدا الاثنين بلقاءين يجمع الأول بين أمبي واسموحة على ملعب بيترو سبورت في الخامسة يليه لقاء هام بين الأهلي وضيفه حرس الحدود على ملعب القاهرة الدولي في السابعة والنصفة اشتركوا في القناة بعد تعادلهم مع حرس الحدود في الجولة الماضية يأمل بيترو جيت في العودة لمسيرته الناجحة عندما يواجه المصري اليوم في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدور الممتاز المصري لكرة القدم اللقاء الذي يصطدفه ملعب الإسماعيلية يمثل أهمية بالغة لكلا طرفيها فالفريق البترولي ومديره الفن رمضان السيد يبحثان عن الفوز السابع هذا الموسم للبقاء في سباق المقدمة أما فارس المدينة الباسلة بقيادة طارق يحيا فيطمح في استعادة الثقة المفقودة والتقدم للثلث الأول في جدول المسابقة يدخل بيترو جيت لقاء اليوم وفي رصيده عشرين نقطة يحتل بها المركز الرابع بعد أن خاض 12 لقاء فاز في نصفها وتعادل في لقاءين وخسر أربعة وسجل لاعبه خمسة عشر هدفا ثلاثية منها لنجمه الإثيوبي أما المصري الذي عرف سلسلة من النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة آخرها خسرته أمام الجونة في الجولة الماضية بهدف دون رد فيحتل المركز الحادي عشر برصيد سبعة عشر نقطة من اثني عشر مباراة أيضا فاز في خمس منها وتعادل في مثلها وخسر لقاءين وأحرز لاعبوه ستة عشر هدفا سبعية منها لأحمد رؤوف مقابل خمسة عشر هدفا طلقتها شباكو لقاء اليوم يحمل الرقم ثلاثة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين في المسابقة ورغم فارق الشهرة والتاريخ لمصلحة المصري الذي تأسس عام الف وتسعمائة وعشرين فإن الأرقام تؤكد التكافؤ الكبير بينهما حيث فاز كل منهما في أربع مواجهات وكان التعادل حاضرا في أربع مباريات أيضا على صعيد الأهداف يتفوق المصري بخمسة عشر هدفا مقابل أربعة عشر هدف لأبناء البتروليين ترى هل يعمك بيتروجيت من جراحة المصري ويضم مديره الفني طارق فيحية لقائمة ضحايا المدربين هذا الموسم أم ينجح زملاء الهداف أحمد رؤوف في استعادة بريقهم بعد ثلاث خسائر متتالية أهلا بكم من جديد عزيزي المشاهدين مباريات الشغالة دلوقتي منشستر ناتف متقدم على روفبول 2-0 الهدفين دي 12 واين روني والدي 40 خوان ماتة في الدورة الأسباني انتهت مباريات اسبانيول مع غرناطا بفوز اسبانيول 2-1 وفي الدورة الإيطالي تعادل اليوفي مع سامبدوريا بهدف لكل فريق وما زالت مباراة بارما مع كالياري وجنوا مع روما وأدونيزي مع هيلاز فيرونا كلها بالتعادل بدون أهداف حتى الآن في الدورة الفرنسي نيس مع سانتيان التعادل بدون أهداف دي أهم المباراة في الدورات العالمية اللي شغل كابتن أيمن بترجيت في المركز الرابع من 12 مباراة بـ 20 نقطة فاس في 6 لقاءات تعادل في لقائين وخسر 4 لقاءات وسجل 15 هدف وعليه 14 هدف في مواجهة المصري في المركز 11 10 من 12 مباراة فاس في 5 وتعادل في 2 وخسر 5 سجل 16 وعليه 15 وله 17 نقطة إذن على الورق المباراة متكافأة على الورق المباراة متكافأة ورهيبة البعض لكن على الحقيقة ما قبل المباراة الأوراق مش متكافأة هي مباراة مصرية لطرق يحي اللي ورت نفسه في استقالة أحيانا بتكون متسرعة بشيء من الغضب وبشكل مصمم وصمم عليها حتى هنا معنا في الستوديو لو تفتكر وبعدين تم الرجوع عن الاستقالة ودي توريطة أكبر من التوريطة الاستقالة لأنه هو رجوعه النهاردة لو اتغلب حيعمل إيه طريق يحي جاي من 3 هزايم قاسية وهو قال التالتة تابتة بعد ما اتغلب قال دي التالتة تابتة إلا مجلس إدارة النادي المصري المحترم قال له لا احنا بقى الوحيدين اللي ما عندناش التالتة تابتة ده احنا ممكن يكون عندنا ربعة وخمسة بس قعد معنا ونزبط الفرقة لأن انت قعدت هيكلت وتشكيل الفرقة وده حقيقي طريق يحي تاعب في الفرقة دي بحدود الامكانيات المتاحة كون كتير قوي بأشكل فني جماعي راقي لهذا الفريق زي ما انت قلت قدروا يكسبوا خمس مباراة لكن انه هزموا خمس مباراة منهم 3 مباراة متوالية إذن المباراة النهاردة هي فارقة في علاقة طريق يحي بمجلس إدارة لو اتغلب النهاردة احتمال هما يقولوا ودي هتبقى صعب قوي عليهم يعني انا ما اعتقدش انه هما هيتحملوا هزايم تانية على حساب علاقتهم بطارق او احساسهم ان طارق تعب لان بالذات وانت حاجة بتنوه عنها دايما في كل مراجل وبتشكشك بيها ضغوط الجماهير اللي ما بتفهمش كورة وضغوط الجماهير اللي عاملة نفسها في هلوية وبيفهموا في الكورة وبيوتروا الأجواء سواء بقى في المحلة سواء في المصري سواء في الاتحاد سواء مش عارف فين 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 كل دي ناس عاملة تعمل أجواء متوترة في دا فهل النهاردة مجلس الإدارة لو حصل هزيمة حيتحمل ضغوط بعض المتوترين بالذات من الجماهير وهو كلام دا كله ولا حيضحي بعلاقته بطارق يحيا واتفاقه مع طارق يحيا ويقول الرابعة رابعة دا مش التالتة تالتة فده طبعا ده تحدي طارق يحيا طبعا تشكيلة أداء طارق يحيا وأداءه مازال مصمم على اتنين راس حربة واثنين راس حربة في الثلاث مباراة الأخيرة أفقدوا ميزة نص الملعب والسيطرة على نص الملعب هو بيعتمد على المجهود الوافر والطاقة البدنية والطاقة الحركية للسلاسي أحمد داود وعشول الأدهم والسيد عبد العال إنهم يوفروا له العدد النقص في منطقة نص الملعب ويا طارق يحيا دا ما بيتحققش وأنا في حوار نفسي قلت له انت ما تقدرش اتحقق المعادلة دي راسين حربة عبء ولود كبير قوي بقى على منطقة نص الملعب بالذات إن انت بتلعب وراهم اللي هو محمد خليفة ومحمد خليفة كمان أداءه أو ميولو الدفاعية محدودة جدا فهو طارق يحيا أوتوماتيك بيتحول لأربعة ثلاثة ثلاثة مع فرق كلها بتلعب بخمسة في منطقة نص الملعب دلوقتي في قرط القدم الحديثة فالعبء دا هو اللي أعتقد ورى الطارق في منطقة نص الملعب اللي خسرها في ثلاث مطشاط متتالية ابتدى بالزمارك عمل مباراة كويسة بس كان خسرها نص الملعب يا كابتن شبير عمل بعد كده مباراة المقصة خسر نص الملعب وتغلب ثلاثة اتنين وبعد كده كمان كانت الصدمة الأخيرة بالجونة وخسر منطقة نص الملعب وتغلب واحد صف إذن هل طارق يحيا مازال مصمم على اثنين راس حربة ومصمم على إن سلاسي منطقة نص الملعب هم اللي قمونه بكل الأدوار أعتقد ده تحدي جديد ترقيح النهاردة بيقدمه من خلال الرؤية لو جيت على بيترو جيت عندك اتنين واحد برا الملعب واحد جوه الملعب هم اللي هم الفرقة برا الملعب كابتن رمضان السيد بإدارته ورؤيته وإحساسه بالمباراة والتشكيل وجوه الملعب بيكلي اللي هو مقرر هو بيكلي هو المخترع الخطة الهجومية أو مخترع الأداء الهجومي أو مخترع فن إنهاء الهجمات لهذا الفريق اللي اتنين دول عندهم رتم مباراة هل كابتن رمضان السيد حط كل اللي حوالين بيكلي بشكل مظبوط عشان يوفر له الأجواء المناسبة هل كابتن رمضان السيد قادر أنه هو يتفاهم مع بيكلي برا الملعب وغير الملعب ناجح لحد دلوقتي كابتن رمضان السيد عروض مميزة أداء مميز فريق عنده ابتزان دفاعي وهجومي عمل خمس ست مطشاط حتى المباراة اللي اتغلب فيها كان مميز فيها واتغلب يعني بأداء مشرف هو يقال له هارد لك اللي يطلعي على الجيش وبقية المباراة أعتقد خمس أو ست انتصارات في حيث ست انتصارات في حيث كابتن رمضان السيد أعتقد أداء مميز بشخصية بتوازنات أنا مو أجب أقول كابتن رمضان السيد الأداء الدفاعي بتاعه عدد لعيبة كبير الأداء الهجومي بتاعه عدد لعيبة مقبول هجوميا ده قمة الندوج في التحكم في الفرقة قمة الندوج في التعامل الدفاعي والتحاول هجومي أداء والأرواح هل النهاردة بيكلي أو شميلس أو بيكلي حيقدر يقود النهاردة بتروجيت لفوز خاصة للعب زي ما انت شفت متحرر انت بتحبه قوي وبيبو بيحبه قوي معجبين كلنا به بيقدر يكون رأس حربة تاني وبيقدر يكون لعيب في نص الملعب بلايميكر بيقدر يتحرك على الشمال يعمل بلايميكر من على الشمال بيفك في يونكات وبيفك عقوات كتير أو في الملعب باللمسات بتاعته بالترقصات بتاعته جيمس تيبي ويهاب المصري راسين حربة بيلعبوا فيه وان كان جيمس تيبي مش حيلعب جيمس تيبي ده التشكيل اللي فاته موقف 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 حيلعب محمد رجب محمد عبد السلام نعم انا فعلا ببص في الورق اللي هو اللي موجود قدامي الجديد يعني لسه اترد المرش اللي فاته اترد فعلا حيلعب قدام محمد رجب اللي هو مستبت هو لعب قوي زي ملك فزع الأسوسي 3 و 1 فضل محمد رجب لعب قوي وبيلعب قدام بيك لعب قوي جدا وبيجيد فن التحرك بس بيجيد فن الالتحام اكتر حاجة فيه يعني تعتمد عليه فكورات العرضية او فكورات المساحات اللي وراء المدافعين هل النهاردة كابتن رمضان السيد هيطمع طريق يحي انه هو بالفرودة بتاعته انه يهاجم عليه عشان يستغل المساحات لمحمد رجب محمد عبد السلام ايضا من اللعيبة المميزة وولد اللعيب فوتبولر كويس قوي بيعرف يستيلم كويس قوي بيعرف يتحول هجومية كويس قوي وان كان كابتن برضو رمضان السيد بيتعامل مع منطقة نص الملعب بالمميزين بتوعه دايما في كل المبارات اللي هو شبيتة والشناو وعبد الرغاني التلاتة دول مميزين قوي اسامة محمد باكليفت يعني انا اعتقد من اللعيبة المميزة قوي خبرات له خبراته وله تحركاته واحد بيعرف يتقدم امتى ويتأخر امتى ويغطي امتى لعيب انا بيعجبني قوي اسامة محمد من اللعيبة المميزة قوي في بيت روجيط عمر حاسم برضو من اللعيبة السراعة قوي اللي عندهم طاقات هجومية منطقة عمق الملعب كريم زكلي وسامح شوشة التفاهم الدفاعي فيهم مقبول جدا في الايام الاخيرة اعتقد منطق صعب جدا لطريق يحيا ومهم جدا لطريق يحيا وماتش لكابتن رمضان السيد حتى يظل في المربع الزهبي ويظل متواجد في المربع الزهبي كابتن خالد باعتبارك يعني قريب شوية من بيت روجيت اول مرة نسمع على خلاف من ساعة ما كابتن رمضان السيد تولى المسئولية كابتن خالد صديق كان مدارب العام رحل وهو مدارب احمال كابتن رمضان السيد واعتقد صعد ميده للمساعد الاول يبدو انه فيه مشكلة هل دي هتأثر على الفريق ده السؤال الاولاني السؤال الثاني هل بيت روجيت النهاردة طموحاته دوافعه اكبر من المصري ولا المصري بعد مالك كابتن ايمن بعد استخارة الكابتن طارق ثم عودته مرة اخرى عنده دوافع اكبر للفوز النهاردة من خلال تشكيل فرقين في البداية بترجدت يعني مش هنقول مشكلة لان الموضوع خلص بهدوء لان كان واضح من خلال الفترة الاخيرة ان كابتن رمضان بيفضل عب حميد حسن وكان بيشركه طبعا طبعا يعني هو كان بيشركه اكتر وكان بيسمعه اكتر ومش عيب ان المدير الفني بيبقى جاي بيختار جهاز مع الوقت بيحس ان هو عايز يغير ده طبيعي جدا وده من حقه فما فيهش مشكلة ومن الواضح زي ما قلت ان كابتن رمضان كان ميجهز للكلام ده من بات بس كان مستني الامور الدنيا تثبت معا بالنسبة له تثبت بشكل جيد وخد القرار وخد القرار بالنسبة له في توقيت جايج جدا وانا عجبني كمان ان هما ما بيكلموش في الموضوع هما خدوا القرار وحتى لما طرع كلام هما محاولوش رده وهم ركزوا في المات لان كان بالنسبة له من مباراة مهمة جدا فده حق كابتن رمضان ومن حق انه يختار الناس اللي تساعدوا في قيادة الفريق في الفترة القادمة بالنسبة لكابتن طارق يا اخي انت احنا فاكر كنا هنا في الستوديو كابتن طارق دخل اقول لك انا مش هكمل وانا قلت لك لو كابتن طارق راح بورسعيد هيكمل لان انا لعبت فترة في بورسعيد وعارف الضغط هناك هيب عامل ازاي وعارف ان المجموعة الجمهير اللي هي بتروح ملمومة ورا المدير الفني وتقول له احنا معاك كابتن طارق وغالا يهمك وزا ما قال كابتن ايمن ان بعد النهاردة لو خسر هم هم الناس اللي هيقولوله امشى كابتن طارق فانا شخصيا يعني رغم ان دي مخاطرة كبيرة جدا من الكابتن طارق ان هو يقبل تاني ان هو دلوقتي بيلعب على المخاطرة حتى واضح جدا النهاردة من تشكيل الكابتن طارق ان هو رايح عايز يكسب وعايز يكسب بسرعة النهاردة من اول مرة نشوف محمود عبد الحكيم من بداية اللخاء في التشكيل خلناقول الناس تشكيلين تشكيلة المصري احمد حسين لهرس المرمى قعد احمد مسعود احتياطي بلعب باحمد سمير ويلسن ويلسون ومحمد جبر ومحمد جمعة سيد عبد العال ومحمد عادل علاء شعبان محمود عبد الحكيم احمد رؤوف وحمد هياح احمد تشكيلة بيتروجيت فمحمود شكري النهاردة الشنوى عاد الى دكة البودلاء بعد الاصابة عمر حسن زهير ايمن كريم زكري سامح شوشة اسامة محمد مصطفى شبيط احمد الشنوى احمد عبدالغاني محمد عبدالسلام شميلسي بيكلي ومحمد رجب محمد الشنوى بيتر بيتر وعبد العزيز الامام ومحمد شعروي واهب المصري ومصطفى كهرباء بلال جمال دي دكة البودلاء دكة البودلاء المصري احمد مسعود محمود شاكر احمد داود اسلام صلاح عمر موسى سعيد قطة ومحمد الشر فضلك فده كان واضح جدا من الكابتن طاريحي من بداية اللقاء هو عايز يكسب خلاص انا جماعة ما عندوش فرص كتير هو بيراهن على حصنين مهمين جدا ان انا النهاردة اخد الدفعة بتاعة اللعيبة خلاص بقى عندهم دلوقتي عارفين ان انا ممكن اسيم فرقة وامش فيه وقت فاللعيبة بتبقى في التوقيت ده بيحسوا لا احنا عايزين يعني لأ كابتن طاريح مدارب كويس وكابتن طاريح كان بيساعدنا ويحاول ان هو يقف جنبنا وكابتن طاريح على فكرة من شخصاتك ويسا جدا اللعيبة بتحبه وتحب دايما انه تلعب تحت قيادة مدير الفني بالشخصيات دي نعم فهل لعيبة النادي المصري النهاردة يعني هيغيروا على الكابتن طاريح وهيغيروا على النادي المصري ويقدوا زي ما عايز الكابتن طاريح من بداية اللقاء ضغط على فريق بتروجيت من اتنين الرأس حربة اللي هو مصرر عليهم وفاضل يلعب بنفس الطريقة ان هو يلعب احمد رؤوف وحمدا يحيا وحط من تحتهم محمود عبد حكيم وعلاق شعبان واتنين سيد عائل ومحمد عادل عشان اضغط فرقة بتروجيت من بداية اللقاء وديهم الاحساس والشعور ان انا جاي اكسب النهاردة اللقاء بالدافع النفسي ان انا بعد ما سبت فرقة لا رجعت لها تاني ومجلس الادارة اللي عنده سلقة كبيرة جدا في الطاري كابتن طاريح هل انا بقى الكلام ده كله النهاردة بحاول ان انا استفيد منه ان انا اضغط على فرقة بتروجيت وذاكره وحفظه زى ما احنا بنقوله كده اكيد الكابتن رمضان فكر فيه بشكل جيد وقال لك لا فرقة بن مصر النهاردة عندها يعني كل الدوافع ان هي النهاردة تنزل تكسب زى ما بقوله يا صابت هتنين عور يعني هيكسب يعني ما فيش ما عندهمش وقت طويل او ان هم يعيشوا في المباراة فهم هتغطوا علي فانا رحت لعب لهم بقى محمد رجب لعب سريع جدا ومميز جدا وروح تمقعد اهاب المصري عشان انا الخبرات عنده اقل شوية فروح تملاعب لعب سريع وهلعب وفرود لوحده عشان استفيد بقى بالانطلاقات بتاعة محمد رجب وشميل سبيكلي الناحية التانية واستفيد من الاتنين اسامة محمد وعمر حسن وملعب بالتلاتة بتوع نص الملعب عشان اه في نص الملعب واستاد الطرفين اللي انا بقدر اتميز بهم واستاد الهاجمة المرتدة اللي انا ممكن استغلها النهاردة في عمق ادفاع النادر المصري فالاتنين بيفكروا ازاي نضغط واستفيد من من الحالة اللي فيها فرقة المصري بجمهوره بمجلس ادارته بلعبته والتاني قالك لا انا هصبر على نفس شوية واستنى في نص الملعب ومش هحسسه مش هديره الاحساس ده واستنى واستاده بقى في الكور المرتدة فارح لعب له واحد سريع جدا واحد بيقدر يباصي كويس او من نص الملعب واقفله نص الملعب كويس واستاد الطرفين اللي انا متماس بهم عامر حسن واسامة محمد نعم خلينا نروح لفاصل وتقرير كابتن ايمان يونس المح لانه في حالة خسارة الناد المصري قد يضحي الناد المصري بالكابتن طارق يحيا وبالتالي يعني الاعداد والاخراج قالوا له طلباتك او من كابتن ايمان فهل ينضم طارق يحيا لضحايا المدربين تقرير بعض الفاصل عقب الخسارة الثالثة على التوالي للمصري امام الجونة في الجولة الماضية تقدم طارق يحيا المدير الفني للفريق باستقالته لمجلس ادارة النادي الذي رفضها وجدد الثقة في الجهاز الفني في انتظار تحسن النتائج بداية من لقاء اليوم امام بيتروجيت مسؤول عميد اندية القناة قد ينفذ صبرهم حال خسارة الفريق في لقاء اليوم ويصبح يحيا عاشر مدير فني يطاح به هذا الموسم مع دخولنا في الثلث الثاني للمسابقة ظاهر التغيير المدربين بدأت مبكرا هذا الموسم حيث فقد الثلاثي مختار مختار وحمد سطي وحسام حسن مناصبهم على رأس الجهزة الفنية لبيتروجيت واسموحة والزمالك بعد خسارة الاول والثاني امام الاسماعيلي وطلائع الجيش وتعادل البلانكو مع الداخلية بدون اهداف في الجولة الرابعة بينما فضل المخضرم انور سلامة ترك منصبه على رأس الجهاز الفني لطلائع الجيش لخلافات مع ادارة الفريق سوء النتائج ايضا كان سبب في ابتعاد الثناء خالد عيد واحمد عشور عن تدريب الصعضين الاسيوت سبورت ودمنهور لمصلحة الالماني ستيفن جرار ومحمد عمر كما تقدم الثناء الاخر طلعط يوسف ومحمد ردوان باستقالتهم من تدريب الاتحاد والمقاولون العرب بعد خسارة سيد البلد امام وادي ديجلا في الجولة السادسة وذياب الجبل امام الاهلي في الجولة الثامنة وعوضهما حسام حسن وحسن شحاتة فخسر العميد لقاءه الاول امام الزمالك في الجولة السابعة وتفوق المعلم في مستهل مسيرته امام اتحاد الشرطة في الجولة العاشرة حسام حسن لم يكن المدرب الوحيد الذي يتولى المهمة الفنية لناديين في هذه الفترة القصيرة فقد سبقه حماد صدقي عندما تعقدت ادارة ديجلا معه فور ابعاده من سموحة وحقق الفريق معه نتائج ممتازة بعكس ابناء الحي الراقي الذين عانوا الامرين تحت قيادة المدير الفني الفرنسي دينيس لفاني وتكبدوا خمس خسائر منذ توليه المسئولية بدءا من اللقاء الداخلية في الجولة الخامسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو الذي حصد معه الزمالك عشرين نقطة من تعادلين وست انتصارات حقق في تروجيت نتائج رائعة مع مديره الفني رمضان السيد عندما جمع تسعة عشر نقطة من ستة انتصارات وتعادل وخسارة ويأمل اليوم في تأكيد نجاحاته وتعزيز موقع فريقه في المركز الرابع بعد ان تسلم الفريق وفي رصيده نقطة يتيمة اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين ومباراة بتروجيتو والنادي المصر ونرجع نادي سيداتكم ان النادي المصر يلعب جميع مباراة ذهابا وقيابا في استاذ الاسماعيلية وان مباراة مع النادي الاهلي كان مقرر لها ان تقام في الجونة في الاسبوع المقبل ولكن لجنة من سبقات واتحاد الكورة يعني قالوا من خلف سلم خليها اليومين دول خاصة ان كانت في محاولة للحوار مع الالترس والالترس كان اكرم بكثير من المبادرة اللي جات له اعلن انه هيختح من المباراة وانه هيخش الملاعب والنادي الاهلي بيناشد جماهيره عشان خطرنا والنبي والنبي هو القانون اسمعوا كلامي بس هو القانون وريعه نفسكو من الناحية الفنية خلينا ناخد الخطوط ناخد خط الدفاع في النادي المصري خط الدفاع في بيتروجيت لمن تكون الغنبة التركيز الدفاعي او التمييز الدفاعي لصالح بيتروجيت لصالح بيتروجيت تمييز الدفاعي الاسباب اللي هو انا اعتقد سبات التشكيل نعم يعني على مدار المباراة السابقة فيه احساس سبات التشكيل اه مع الخلاف مثلا اه انا كنا نمزيك ما كانش مشارك اساسي مسلا لكن لعب لظروف. لما نزل اه لما نزل برضو كان مميز ولعب بظروف. نعم. لكن لكن اسابات يعني انا شايف الاتنين الدفاع متغير فيهم كتير. اه. يعني احمد سمير عودة احمد سمير النهاردة. اه. للتشكيلة الرئيسية اعتقد للنادي المصري. نعم. محمد جمعة اعتقد برضو. نعم. من التشكيلة. ويلسن اكاكايوكو ده. نعم. يعني اعتقد برضو. اه ده بيلعب على طول بس يعني مش لعب. طب ما احنا نقول تشكيل المصري السابق الدفاع. سابق على طول. حمد جمعة كان موجود. كان بيلعب اسامة العزب مش موجود. اسلام صلاح مش موجود. حمد جبر اه. موجود. اتنين يعني بيلعب باحمد سمير. وبيلعب بمحمد جمعة اللي هم الطرفين لكنه تشال اتنين. يعني ونزل اتنين جودات في تشكيل مسلا. خط دفاع. نعم. حتى خط الوسط برضو. احمد داودة على دكة الجدلاء عشوال الادم. اه. اه. عوثامة تاني. مش موجود. هو ده مكانه الاساسي. بالزبط. اه. بالزبط. فضلك. لا انا انا باتفق معك يعني انا انا شايف ان التشكيلات فيها شيء اه من المتاحلية. المتاحل طريق هو عايز من الاول احمد سمير. اه. احمد سمير بيستغله باكي مين وينجي مين صنع العاب. وبيعتمد عليه على خبراته. والولد جاي من نادي الزمالك والعيب مميز جدا. مفروض. في النهاردة بيدفع به. اه. وبيعتمد عليه اه تماما. انا اعتقد منطقة العمق الدفاع للمصري هو سر مشكلته. يعني محمد. اللي كانت محمد جابري اسلام صراحة دخل ويلسون تاني. دخل ويلسون تاني. انا انا شايف ان دي منطقة المشاكل بتاع الطريق ايحي حتى والمنطقة اللي قدامها. لان كان عشور الادم. اه. وا احمد دمودة والسيدة عبدالعال. المنطقة برضو كانت مليانة مشاكل. النهاردة حط محمد عدل ولعب السيدة عبدالعال يعني. طريق ايحي محمد خليفة من وسط الملعب. اه. واعتمد على علاء شعبان. عشور الادهم اعتمد على محمد عدل كتشكيلة اسية. اه. احمد داودة اعتمد على محمود عبدالحكيم. اه. اسلام صراح واعتمد على ويلسون. اوسام العزب واعتمد على احمد سمير. والحارس. اه. وان كان الحارس كان مصاب يعني. اه. ما سعود المغرفات النهاردة على دكرة البودلاء. واحمد السين يعني. ست تغييرات. اه. هو ست تغييرات بس هو مغير كمان هيكل اللعب. بالضبط. يعني هو مش. الا التغييرات في الاسماء. الهيكل غير السيستما كابتن ايمان. اه. طبعا. اه. انت بتلعب دلوقتي عايز تدفع من اني منطقة. عايز تحجب من اني منطقة. عايز شايف المنطقة اللي تكون البلايميكر بتاعك يلعب فيها. اه. يعني هو النهاردة شايف ان اطراف الملعب مثلا بتاع فرقة بيترو جيت سهل اقوي محمود عبد الحكيم بيقبى موجود. انه بيميل للطرف الملعب متحرر. اه. فعايز يدي حرية الواحد زي محمود عبد الحكيم. اه. في بادي بيه المبرامع. ان ترى ياحيا طول عمر يقولك ايه اخر نص ساعة او الشوت التاني. اه. في النهاردة بيبتدي فيه. في النهاردة رؤيته. اه. في توظيف اللعبة بشكل مختلف. استغلال المساحات الملعب بشكل مختلف. ترى ياحيا. وان كان مش بس الستة متغيرين. الاداء الفني الجماعي متغير. اه. يعني السيستم متغير. نعم. سيستم الاداء متغير. ولكنه محافظ على رسين الحربة. محافظ على رسين الحربة زي مهم. تمام. وانا انا شايف ان توزيع الادوار ودي عملاله مشكلة قوي. لان انا احمد رقوف وحمده يحيى اعتقد بمساعات مسببين لبعض المشاكل. لانه زحمين المنطقة قوي. الموضة اه اه الهجوم في المساحات. اه. مش الهجوم بالعدد والافراد. اتغيرت المفاهيم الهجومية في عالم كورة الخدر. اتمنى التوفيق الاستريحة ان المباراة صعبة عليه قوي. لكن سر المباراة النهاردة زي ما دايما بنختار اتنين او ترى تلعيب هما اللي بيتحكمه في نتيجة النهاردة. النهاردة نتيجة المباراة عند محمود عبد الحكيم. هيفضل ازاي? هيحرك الفراود ده ازاي? هيكون بلاي ميكر ازاي? هيكمل ازاي? ومعاه علاء شعبان لاثنين دول. اي مانيون ازاي مختار امبارح حسام عرفاط ومهاب سعيد هما سر المباراة النهاردة بيختار من نادي المصري. محمود عبد الحكيم علاء شعبان. بالزبط كيف? سر المباراة. سر قوة المباراة الهجومية لنادي المصري. طيب. كابتن خالد يعني فريق بيتروجيتة عنده تقريبا شبه ثبات. صحيح. يعني الحارس محمود شكري حتى الشنو لما خفق قعده النهاردة. احمد عبدالغاني بس تشال النهاردة رجع عمر حسن في مكانته الاساسية. صحيح. سمى محمد سمح شوشة كريم ذكري. مصطفى الشبيطة. احمد عبدالغاني تشال عشان سلوكه اللي حصل المرة الفاته. بدليل انه مش موجود خالص على ديكة البدلاء. واضح انه في اخوه ببينة خالص يعني. بالتأكيد بيلعب بيه بشبيطة. بس المرة دي معاه احمد الشنوي. وشمس بكلي او شملس بكلي موجود. الحتة دي بقى هي اللي محيارة كابتن رمضان السيد. طبعا جيمس. اه جيمس تيب عشان اخافه كمان. بس تشعر انه السلاسي الهجومي دايما عمل مشكلة عند كابتن رمضان السيد. بس هو هو عنده مشكلة دايما في رأس الحربة. نعم. يعني عمال يغير فيهم شوية. كل شوية يدور على واحد حسب اللقاء. يمكن حتى لما تعب بتتكلم مع فريد بسويت. هو دايما كابتن رمضان بيبص للمباراة. اه. هي محتاجة يمين. اه. وانا هلعب ازاي النهاردة. نعم. اوقاتي اولا كان احط اه اه اهاب المصري. ايه يعني عنده خبرات. فممكن يعني يقف عالكورة. وبعدين تاني روح حاطت اه محمد راجب النهاردة. من فترة طويلة قوي ما كانش بيحطه في التشكيلة الاساسية لهدف معين. هو عايز النهاردة يشغل على هجمة مرتدة. لا بس اه جيمس تيبي لو كان موجود كان هاب اساس. بس هلعب ناحية الشمال. اه. هو بيلعب دايما بفروض واتنين تحت. تمام. تيبي واشمال سبيكلي. ما كانش براس حربة صريحة. هو بيلعبه دايما على طرف او بيلعبه اه تحت الراس حربة وتحت يوم شمال سبيكلي. فهو بيلعب في التاتة دولة بشكل ايه على اساسي. هو عنده مشكلة دايما بفروض. هو بيغيب. الفروض دايما هو عنوان الكابتر هو ده الساب. نعم. لما تيجي تبص على تشكيل تشكيل بتجد. اه. اه. تعرف الكابتر هو ده وبيفكر في ايه النهاردة على اه. كل ما بيغيب الفروض يحس ان هو رايح لحاجة معينة في اللقاء. نعم. فالنهاردة واضح جدا ان هو عايز استغل سرعات اه اه رجب وهيلعب تلتين ملعب وهيفضل مستني اه عشان. هيبدأ ضغط من البداية. لا 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 ممكن حتى لو حصلت. اه. يعني لو ضربت البداية معاه هي. دقيقتين تلاتة. هيكمل. ما تزدش عن خمس دقائق. اه. انما هيرجع تاني. اه. يقفل المساحات بتاعت نص اه الملعب وعنده كمان هو اه اتنين رياها ملومش حل. ايوا. 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 اعمر حسن. نعم. مفاتيح لعب كبيرة جدا 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 لفرقة بترزيت. نعم. وده اللي بيفتخده يمكن. اه فرقة المصري. فعشان كده. هو ده الكابتن رمضان عايزي حتيتين دول. عايزي الترفين والعمق. نص الملعب هو زحمه. زحمه اوي. اه بشبيطة والشناوي عبغاني. وكمان معاهم معاهم محمد عبسلام. وهو حر شوية. اه بياخد ناحية تلمين ياخد ناحية شمال. اه ينزل في نص الملعب. ادي له حرية اكتر عشان يلاعب الناس دي كلها. واستغل دايما السرعات بتاعت قسامة محمد وعمر حسن. لان انا عندي ثلاثة او اربع لعيبة واقفين. خلاء يعني انا عندي شبيطة وشناوي عبغاني وعبد السلام. ومعاهم شوشة وكلم ذكري. القلب خلاص مقفول. مقفول بالضب المفتاح. وكمان هحط لقسامة محمد حد يسنده لانه هو بيحب يعمل كده دايما. هو دايما حاطت لقسامة محمد. حد بيسعده. نعم. برافو عليك نعم. يشتغل عليها قسامة عشان هو عارف ان قسامة بحب يعمل الاربعين والخمسين وهو مش عايز يخسره. نعم. فدايما يحط له حد قدامه عشان يهدي شوية يوقفه شوية يلعب معاه على طول الان تو. فهو بيريح قسامة لانه عايز عايز دايما قسامة في الملعب. يمكن كل ما نشوف تشكيل بيتو جيت. محمد الوحيد اللي ما بيخشش في عاملية الراحة والكلام دا كله. لا دايما مصر ان هو موجود في الملعب. لان عدم موجود اسامة محمد في التشكيل. بيعني مشكل كبير قوي لفرد بيتو جيت. فيله الطرفين بشكل كبير. لان هو ما عندوش اطراف فوق فوق اسامة وعمر. فدايما هو بيلعب بيهم. يعني ما هو ما عندوش حد من الثلاثة بتوعة نصف الملعب او بيكلي او تيبي لما بيلعب او محمد عبدالسلام يقدر اشتغل في حطة الطرف دي كويس. عشان كده هو بيعتبر على الاتنين دولار فدايما بيحاول ان هو يريحهم ويحاول انهم دايما يفضلوا في اللقاء. وهم بيعملوا كمان موجود كبير فبيريحوه. فانت عندك مفاتيح لعب. ما بتقدرش ان انت تبعد عاملها بلقاء. اذا فيه مفتاحين لعب واضحين عنده بترجته. سامة محمد من الجنب الشمال. عمر حسن من الجنب المين. مين مساند من نصف الملعب? مساند من نصف الملعب. هتلاقي ادوار دفعية اكتر للشبيطة والشناه وعبغاني. عشان كده بقولك هو سايب لقسامة محمد براح. هتلاقي محمد عبدالسلام شوية ميل على اسامة وشميلس هتلاقي بيروح شوية لعمر حسن وهيسيبه يروح تاني لان هو بيحب يخش في حتة العمر. لاني بيقولك انا مهما كانت فيها زحمة انما بلاقي فيها نفسي. انما لما بيروح على الطرف اكتر هو هو مش لعين طرف. ما بيقدرش يروح ويعمل قوار بالعرض ما يقدرش يروح ويستنى. هو بيحبي يخش في النص في الزحمة دي عشان يلاقي مساح هيقدر يلعب فيها مع الناس. ومحمد رجب النهاردة هيستغله كتير قوي في الهجمات المرتدة. طيب. عايز اقول لك كابتن عيمن نقطة مهمة يمكن اول مرة هنتكلم فيها من بدريا دكة البودلاء. السلام عليك. لسه بعلم عليك. لا تفضل كم سؤالة. لا لا لا. كيف سستغل كل مدرب دكة البودلاء اللي موجودة النهاردة انه بالوضع يوضح انها هتبقى مسنوقة. برافو عليك. برافو عليك اوي. السؤال بمنتهى الواقعيا ان دكة البودلاء قد يكون ليها تأسير في دكة المبرارة. لكن لما عدت دور وانت بتفكر بتسأل السؤال ده انا كنت برضو بدور جوه جوه دكة البودلاء. ففكر انت في السؤال لما وصف الاحتياطي عذرتك بسؤالها. لا يعني دايما دايما اللعيبة الاحتياطي دايما المدرب يعملهم اه لاحتياجات خاصة في مبرارة. سواء متعادل او كسبان او مغلوب على حسب هو عايز يوصل ليه. نعم. في دايما هو بيكون فرقته بيبقى عنده البودلاء اللي بيفكر لهم هيحتاج مقيمة عشان كده بيبقى القرار موجود. دخل فيها جون انزل يا فلان اه انا متعادل او انا عايز احافظ على مكسب او او. كل دي احتياجات بيكونها المدير. فانا حاس ان طرق يحيى متورط في البودلاء. المتحين. في البودلاء قد لا يلائموا احتياجات. بس عنده داودة كويس وعنده محمود شاكر كويس. مش مهاجم اه انا 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 اعرف اللي فقيمة. اه اه. انت فاهم? اه. المهاجمين رماهم كلهم في الملعب. يعني انت فاهم? كل المهاجمين يترموا في الملعب. طب النهاردة لو مقدرش يكسب. التعادلات هتيجي منين? نعم. البودلاء جايين من. نعم. فانا اعتقد ان طرق يحيى عنده دكة البودلاء ضعيفة جدا. اه. لو احتاج الملعب هجوميا. اه. لو احتاج ان يعود جون. لو فيه لعبة في المهاجمين ومش موفقين. اعتقد تبقى صعب عليه اه. دفاعيا. دفاعيا ما عندهوش مشكلة زي ما انت شفت. اه. على العكس تماما كابتن اه رمضان السيد. اه. دكة البودلاء اعتقد عامرة. فيها تجانس. فيها تجانس. ومتنوعة تقدر تدي له احتياجاته. لو. لو حب يفكر في مهاجم حيلاق اهاب المصري. ولا كهرباء. ولا لو حب يفكر في الدفاع عنده. اه. بيتر اودورو ده. وعبد العزيز امام. يعني اصد عنده تنوع. اه. لاحتياجاته كلها. هل دكة البودلاء هيكلها تأثير. دا سؤال. ونتيجة المبراء اعتقد بالاجاب. نعم. مباراة النهاردة قد تحسم الشوت التاني فقط. وليس من البداية. كنت امن بخبرتك. وانت لعبت في الزمالك مباراة كتيرة جدا. وفي المنطقة مباراة كتيرة جدا. يعني. هل لو عندك دكة البودلاء قوية ومركزة. لازم نقول مركزة. حلوة اوي. اه. اه. تقدر تغير نتيجة المبراءة. وبخبرتك او اللا بتجربتك بقى. مين اهم الناس كانوا في دكة البودلاء نزلوا غيروا مباراته وانت وانت موجود في الملحة. لا يعني انا انا التاريخ مليان نجوم بتعرف تقعد احتياتي. نعم. مليان نجوم عندها التركيز. اه. بتعرف تقعد احتياتي انه. كله عيب بعد احتياتي بقول لك انا المدرب وبتبقى مشكلة نعم. ودور بيبقوا مش محترفين. او فاهمين الكورة. او بيحب الكورة. ده واحد عايب. طب حصلتك انت شخصان كبتان امن? انا حصلت لي ووفقت وانزلت شوت تاني وجبت جونه. انا يعني مع المحلة مرة مع المقولين مرة. كنت راجع من قصوبات بابتدي تشوت التاني. نعم. والكابتان عسان بهيج اتفق معي. جميلة. بتبقى جميلة اوي ان هو جاي يقال لي بص تصول ما صفر صفر. سخم بنشت ماترجع ليش. يعني ساعات الميديل الفني. اه. 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 حتلع لك اي حد انا اشوف. اه. يعني بص الحوار اللي. اه. 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 لكن احيانا انا يعني التاريخ تاريخ لكن فوزي سكوتوف تيكو في الآلي كان كان مضحك يعني بيسخن بقت واحد سفر يعني انت بقى يعني مش طبيعيا لما كان نزع الفوزي ده انا بقى اللي حضر عشان نبدأ يبدأ المبرام تلاقيه بره الجيم خاص بره الجيم خاص اه هو بيكاو في لعيبة عندها التمكن ده انا عصدت السؤال ده ليه يا كفريقين عشان لعيب بيكونت بديل سلام عليك نفكرش انه لا بالحكس ده انت ممكن تبقى انت المكسب يعني ايه تيم ما هو ده التربية اللي عبدالكور عشان كده انا بقول اه تربية اللعيب من الصغر بالمفاهيم الكلمة تيم دي مهمة قوي من اللعيب الاحتياطي ليه دور يماثل تمام اللعيب الاساسي حتى في المحترفين من اللازم لما تنزي بقى لك دور سلام عليك اشهر احتياطي كابتخالت بينزل بيكسر مرتفع لا وانت عندك اشهر احتياطي جد جد وحبنا جد وبراب عليك ده لسه راية يعني اشهر احتياطي جد وقال فينا عبراب عليك دينا تقفل النقطة دي ان النهاردة طب طريق يحيى متأكشف كده يبقى يحاول على طول يا بيبو يحسم المبرامل الشوت الاول صحيح انت فاهم لانه هو فاهم ان ادوات الشوت التاني مش متاحة غير انه هو يقدر يزود عناصر دفاعية انت انا بقى ماشي مع سؤال شو بير بالمنطق زي ما بنقول معايا شو بير فيها يعني طريق يحيى كده خلاص بيربع الشوت الاول بس اه اقدر احافظ لكن ما اقدرش اجيب له يا سلام عليك ده فكر طريق يحيى من دكة بودلاء فكر الكابتل رمضان السيد قد اطاولها اه لأ اطاولها لانها بتاعتي في الاخر اه يعني انا عندي انا عندي البدائل اللي اقدر طيب اسألك على الضربات السابقة والتزديد هل النهاردة ممكن ده يكون موجود ممكن يكون سلاح لان المبراءة انا توقعي المبراءة مخنوقة يعني الاتنين خايفين قوي والاتنين عايزين التلاتة بنت خايفين جدا ومزنوين في التلاتة بنت بس مهورة مخنوقة صحيح اه اعيز اكمل بحيطة برضو التغييرات في نقطة مهمة جدا كالطريح فيها ما عندوش عمق يعني لما يجي اغير ما عندوش عمق لما عندوش حد في التمنتاشر من برا مشكلة دي مشكلة فلازم لازم ادور على ان انا هفتح الملعب يعني انا خلاص ما عنديش عمق في المهاجمين فدور على الاطراف فانا الاطراف عندي محضوع في حكيم هروح مطلعه احمد داودة فلنفس الشكل لان اما مش هقدر اعلعب في الحتة العمق دي يعني مش هقدر رب انا ناقص وبعندي عزالة فرط طبعا الكورة السابتة مميزة جدا بالنسبة في الاتين بس ما تقدرش تقول ان في حد مميز في الاتين بس برضو مش قوي اسامة محمد اسامة محمد مش بيطة اه يعني احمود عب حكيم احمود عب حكيم بس كل بتتكلم على الكورة السابتة اللي دايما اللي مواجهة خلاص من الاتراف احنا بتتكلم على كل كورة السابتة اللي بعيدة شوية لان يمكن النهاردة هتلاقي الزحمة اكتر في نصف الملعب فانا بدور ان اسامة محمد هو الوحيد اللي ممكن رجلي جامس شوية هو اللي بيحاول انه هو دايما يدور على الكور دي عشان يعملها بشكل كويس انما كورة السابتة دايما في المبارات دي تبقى ليها اهمية كبيرة جدا ولازم ان الاتنين يكونوا اشتغلوا على كورة السابتة خلال التمرين الاخيرة لان لو ما حصلش الكلام ده هيبقى مشاكل كبيرة ما ينفعش تتفاجئ بكورة السابتة المبارات بين بيكلي ومحمود عبدالحكيز بيكلي ومحمود عبدالحكيز الاتنين دول هم اللي حاملو لك النتيجة النهاردة ازاي حيفضوا ازاي حيستلموا كورة ازاي حيساعدوا لعبتهم ازاي حيمولوا المهاجمين الاتنين دول والاتنين عندهم مهاجمين يجيبوا جوان بالتأكيد خليني اروح سريعا لزاملنا العزيز رامي بهجت مع احداث الشوت الاول من مباراة لسه قدامنا وقت الشواء شايفي الفريتين لسه عندنا فاصل طيب ايزا قابل بس الفاصل انه مازال مانشستر نايت تتكسبان ريفر بوليت اتنين سفر وازمالك فاس تلاتة واحد على الاسيوتي احمد يدعد بالملك اخيرا سجل هدف فريت بادر الضايع وقابله حزم امام وكان افتتع احمد علي التسجيل مقابل برينس يسجل لنادي الاسيوتي خليني نروح لفاصل بعد الفاصل الزاميل العزيز رامي بهجت نهاردة كابتن محمود بكر اجاهزة ان شاء الله يكون منورنا بكرة بإذن الله نازلة برد خفيف يكون منور الملعب بكرة بإذن الله كابتن محمود بكر بنستمتع بصوته وطلته معنا زاميل العزيز رامي بهجت واحداث الشوت الاول بعد الفاصل ادغت 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 ه провات ادغت كان الجدي slower ادغت ik ادغت 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 اه الايم المصابة اصلا 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 تمام كمان دم العمر اهام العمر واسى كريم واسى كريم عرش اذى اه 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 دماني رجعه اه رجعه اين لكي ايه يا اين لكي اين لكي اتباه ايني وعنش ايني يوم ايني ايو ايني ايني محمول تعال اروف تخذ اينوي اخذ نجوي اينوي اه تديني لو لا بينا يا عطان يا زماء بلانا يا قب يا قب اسمع الجلال والسان واحد مان واحد مان والسان يا والسان تسو تسو لا يعد لا يعد لا يعد تسو نكس لا تسو ايو 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 ا شو الله شو! سيد على سيد! يلا على سيد! يلا على سيد! عليها عليها! ايو هنا سيد! عادل! ايو هنا سيد! هكذا سيد! ماذا؟ اقديم! 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 اشتركوا في القناة 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 الحمد لله وزي ما قلت لك ان احنا اجتهادنا وربنا بدينا والله الحمد لله احنا ماشيين بخطوات كويسة اوي وفي يناير كمان احنا هندعم فرقتنا بتلاتة عناصر ان شاء الله بإذن الله عشان نواصل مشوارنا في الدوري ونواصل مشوارنا في البطولة الافريكية الكونفدرالية ان شاء الله بإذن الله شكرا يا ايمن شكرا كابتن شبير ده كان لقاءنا مع الكابتن رمضان السيد احبا اشير لحضرتك ان حصلت مشدة بعد انتهاء المباراة بين اللاعب محمد اشرف اللاعب النادي المصري واحمد مسعود حارس مرمى الفريق الاحتياطي كان بسببها ان احمد محمد اشرف خرج اثناء المباراة وقام بتبديل ملابسه وقرر ان هو يخرج عن الفريق وطلب الرحيل ايضا بالمجلس الادارة صعد للمكسورة الرئيسية للاستاذ الاسماعيلية وطلب المجلس الادارة لاستغناء عنه خلال الانتقالات للشتوى القادمة واثناء نزول اللاعب لارض الملعب من اجل الخروج حدثت مشدامة بين الحارس احمد مسعود ومحمد اشرف عودة سريعا لحركة في الاستوديو كابتن شبير وحقيقة المحللين ونستمر في عرض لقاءتنا من داخل استوديو شكرا جزيلا زميل ايمن عيد الحقيقة ارجع بس بالاهداف ومش هعلى على كرامة كابتن طرق قدم الكلمة الاخيرة او الجملة الاخيرة الا الانتزامين ايمن عيد ادي الاهداف التلاتة اعزائي المشاهدين الهدف الاول عمر حسن يسجل الهدف الاول لفريقه قبل نهاية الشوت الاول ثم ينجح المصري في ادراك هدف التعادل عن طريق نجمه الاوحد في هذا اللقاء احنا السمين بينما توقع الجميع ان تسير المباراة الى النهاية بالتعادل الا ان ضربة جزاء صحيحة لفريق نادي بتروجيت ينجح في ترجمتها شعراوي الى هدف تالي توقع الجميع نهاية المباراة اثنين واحد الا ان الحكم اعطى ضربة جزاء صحيحة ايضا لنادي المصري ينجح في التصدي لها الحارس محمود شكري سبحان الله بقى شوفوا الهجمة هو اصلا بتفشها تروح للراجل بالاستلام اتنين جريين معهمش حد حتى اللي كانوا فين ما تفهمش المدافقة ده كان فين ثم التمريرة ثم الهدف الاخير لفريق نادي ده عبدالعزيز امام نادي بتروجيت عشان يسجل الهدف التالت لفريقه تلاتة واحد كفت ان انا مش هتكلم في الكرة كتير هتكلم في الكلام اللي قاله كفت انطار احيا هتكلم في الكلمة الاخيرة اللي قالها الزميل ايمن عيد محمد اشرف انا عطى بصة على اسمه لقيته 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 بحتياطر مزبوط الدنيا متقزمة مم وبرصائيات كلها واقفة على اه رجل واحدة على هذا اللقاء وده في وسط المباراة البي لقى التغيير التالتة عملت اه راح واخد بعضه وداخل لبس اه وطلع للمجلس فوق واللوم هتستغنى وبعدين راح نازل فالوضع احمد مسعود الحياة الجوني يعني صايب عليه تبتعمل كده ليه بقت خناقة وقصة والحدوتة وتحدف على كلمة تريحة النواية والاحسيس الفرقة واللعيمة اربط بعرة طول عشان الناس تعرف لماذا يخسر النادي المصر بص اكب شبير لو ما كنتش اتفرقت في حياتك على افلام لهيتشكوك اعظم مخرجي العالم لو ما كنتش الرعب لو ما كنتش اتفرقت في حياتك قصص لاجاثا كريستي احد امهر الكتاب العالميين في الاثارة والفزع النهاردة اخر خمس ازايق واخر عشر دقائق في ربع ساعة هي قمة الاسارة لفيلم رعب في بورسا فيلم رعب لطريق يحيا مفيش اكتر الرجل عدد دقات قلبه اعتقد كان منخفض جدا يعني يصل لتلاتين اربعين دقات في الديقة لانه شاف رعب ما شافوش في حياته عاش لحظات مريرة عبر وقالك حاجات من جوة كلامه لعيبة كتير تأيدت ما عندهش انتماء او احساس ايه مشكلة المصري على مدار عشر سنين هو بيسرع من ربوط لا يمتلكوا الانتماء للفانيلا او احساس بالفانيلا او التعبير عن التيشرت بتاعة النادي المصري في النتيجة تشعر باللعبين ان هم فقط عايزين فلوس واحيانا احنا لنا الفاظ قاسية جدا ان هم بيبقوا احيانا مرتزقة في اطبعهم لان هم بصين فقط للفلوس بدون المكاسب او بدون النتائج في النتيجة فريق بلا روح وبلا اي تعبيرات فنية جوه الملعب النهاردة رغم الحظ الرهيب برضى للكابتن رمضان السيد اللي ما حد شقدر يخفله في المباراة كان هو متخوف اوي منها وبيقديها بشيء من كل انواع التحفزات نص ملعب ما بيهاجمش يدوبك بعض المهاجمين المتحركين في دفاعات الكابتن طارق يحيا ترجم ده على انه خدعة وانه هو بيحاول يلاقي المساحات لمحمد رجب على انه يلاقيها لكن الهدف الاول الحظ في الكرة الكرة تيجي لعمر حسن عشان بدل مايرفعها تتحرك وتتوجه فالمرمى هدف غير عادي ضربة الجزاء سازاجة من المدافع محمد جمعة المدافع بتاع نادي المصري عشان يعمل ضرب جزاء من غير لازمة وضربة جزاء صحيحة بتطفق معاك مظبوطة والهدف الثالث لقمة بقى الاسارة والرعب اللي عاشوا او اللي ألفوا هيتش كوك في هذه المباراة ان اتفرج عليها عيد الهدف الثالث وتعال اضحك اضحك مش الكرة ماشي ازاي اضحك عندك دربة جزاء ده انت يا كابتن والكابتن بيبو ومعليش يا عظيمة عات عدهنة لما بيجي دربة جزاء اول مبدأ انا اعتبر اعمل عليها فولو هيق نفسك هتلعب عليها جهز نفسك اللي مش هيق هي ابتدت من طريق يحيحة اللي نايزل لا ده عايزة ابتديها من طريق يحيحة لما نايزل ركع على الارض يقول الحمد لله بس او يا رب اتجبها ليجوه بص هنا اربعة خمسة وقفوا جوه التمنتاشر انتقل واحد قاعد على دارة السنتر نايم الزعلان على انت ضربة جزاء راية واحد واقف جنب طريق يحيحة يقول له شفتوا دعت ازاي والسردباك التاني قاعد كان بيلطم هناك عند طريق يحية وسبوا الهجمة وبعد كده طلعوا كل واحد خد ايده في سنانه او شرطه في سنانه مش قادر اقول جلبيته لكن شرطه في سنانه لانه كانوا لعب بيترو جيت الملتزمين المنضبطين اللي الحظ بيدور عليهم عشان يديهم ان هم مركزين يجيبوا الجون بهذه السازاجة وتشوف انت لقت المباراة وهم كلهم داخلين وقفين جوه الجون وجوه الشبكة يعني ضربة جزاء ما فياش حتى نظام معقولة بص خمس لعيب هنا تضربوا في ضربة الجزاء ودول كلهم بقى بيجروا فين دول كلهم تضربوا بالكورة لعب بيترو جيت بتلعب في الملعب رجالة وفكروا صح وقدوها صح وعمل كونتر اتاك صح وراحوا للجون صح البهوات دول كلهم يعني كريم ذكري ده اللي طالع جري هناك كان وقف مع ترقيح صدق كان وقف مع ترقيح يعني انا اقصد رغم الاسارة والرعب الشديد اللي عاشوه في النادي المصري والسعادة الغير عادية ده فرح المباراة حولت لفرح للعاب بيترو جيت سقمة السعادة في الدقائق الاخيرة يعني لكن الهدف الاخير بصراحة كان مأساوي لفرقة المصري وبص اللي قيعد على الخض واللي جاي هنا يخش والتاني اتنين بص ده كان وقف هنا عند الكابتين طريحة بيتكلم مش عايز يرجع البي مش عايز يرجع الكرة عند التمنتاشر والبي واقف هنا مش عايز يرجع ولي ده راح يشكي لا انا بتكلم على الواقف هنا ده على المدافع الى المصري اه اه المدافع بيت على المصري ويا دوبك كريم ذكري كري من عند طريحة علشان يرحق لا كريم الى ناحية التانية احنا بس في دماغنا عشان كريم من ابناء النادر مصر كريم دلوقتي بيترو جيت انا اعتقد اتصدق ده محمد جبر اعتقد يعني اعتقد محمد جبر هو 13 فعل ان الكريم زيكري فعل لسه في دماغنا محمد جبر هو اللي طلع جري كان واقف عن طرق ايحا وطلع جري وانا اعتقد ان كان معاه كمان محمد جمعة واقف على الناحية التانية يعني انا هل المصر يستحق الهزيمة وهو طرق ايحا قال لك انا كان ممكن اتعادل اللحظة الهدف التالت رغم قصوتها لكن التركيز هو فرقة المصري واحنا قلنا كلمة كابتن شوبر بتادينا بها الحلقة اليوم قلنا الطريق يحيى عنده توترات غير عداية وانت تلقمته في سؤالك في اول المطشو وقلت لو اتغلب حيمشي بعد ما قرر يرجع وهل الرجوع بتاعه ده كان مقبول ان يقول لا حرجع ووافق ان انا حرجع وده قد يكلفه ان هو يتم اقالته لو اتغلب هو واضح ان يعني مش عايز يقولها المرات دي اننا اه يعني خلاص اه يعني مشهولي انا يعني هو الرجل بيحث امه كفاية ايه قفرت يا جماعة خلاص خلينا نتفق ان مجلس الدراء بيحترم طريق يحيى وطريق يحيى بيحترم مجلس الدراء خلينا نتفق ان علاقة مختارة قد يصل قلت صيغى النهاردة قد يصل قلت صيغى ده لازم الاحساس ما بقاش موجود وكمان طريق يحيى عنده حالة غضب من اللعيب لكن طريق يحيى كان متوتر اوي ومش بتقبل المباراة الجماعة مش في المصر لما يحقق الفصل المربع على التوالي ممكن يبقى اربع تعادلات يبقى الخسارة الرابعة على التوالي الخسارة الرابعة لكن خلينا نتفق ان طريق يحيى كان عنده توتر من المباراة معرفش يتعامل يهدي توتر اللعيبة قبل المباراة في اللعيبة كان عندها توتر وغضب واندفاع ومع فرقة بيتروجيت انا اعتقد طب معايا بقى استاذ ياسر رئيس النادي المصري مساء الخير استاذ ياسر وهاردباك مساء الخير كابتن احبب مساء الله حظ بتاكوات كابتن عيب مساء للبيه في العزاء استاذ ياسر زي ما قالت كابتن طريحة في حاجة غريبة بتحصل للنادي المصري تتفق معايا مش عارف الله فيه سوق حظ غريب ليقابلنا بقى منها كذا مغراض مش عارفه فيه اللعبة كايفة مسترك كذا كابتن طريحة في كلامه معانا الحقيقة قال ان انا قلت يا جماعة للمجلس كرة مش ماشية والدنيا مش ماشية وتكلم على سوق نواية وبتكلم على قايمة اولى ما هو كانت تحطت تقريبا قبل ما يجي باسبوع يعني بيلمح انه عايز يمشي بس ما رضاش تكلم المرة دي يعني ما رضاش تصرع في الكلام هتعملوا انتو بقى الله رحب لا متسامعك استاذ ياسر ألو أستاذ ياسر طب يا جماعة ارجوكوا اتصلوا تاني بالأستاذ ياسر عشان نعرف الدنيا ماشية زاكرة احنا وقفنا عند التوتر العصبية اللي عند الطرق يحية مقدرش يحمي لعبته منه لانه هو موجود اساسا عن التوتر العصبية واحساسه بالمباراة ومليان غضب في اللعبة كانت متوترة قوي وعصبية قوي محدش عارف يهديهم بالنتيجة بعض الانفراضات شفت الانفراض مثلا في الشوت الاول بتاع حمادة يحية الكرة هو وجون على قدام السكسيار خطوتين والله يا شو بير يعني خطوتين من الجون والتوتر والعصبية اللي موجودون يروح مباسك كرة للجول كيبر اول لعبة في المباراة انا عايز اقف عندها كتير اللي حكا ما حسبها تفاول على اللعيب المصري وعايزك انت كجول كيبر يعني دولي كبير تحكم هالي اول لعبة اللي حسب فاول على لعيب المصري من الكرة العالية اللي الجول كيبر راح تخبط فيه وقع ولعيب المصري جابه يا هدف صحيح ما في الناس يا سلام عليك يا سلام عليك وشوف انه الحارس مسكها ازاي ولا قرب منه ولا يهو كاتب كده هدف صحيح ما في الناس هدف صحيح ما في الناس ما يتسبش يعني كرة عالية سهلة جدا محمود شكري بيمسكها من تحت بدل ما بيمسكها من فوق هي دي هي دي بص احمد رغو ولا اعترض ولا قرب منه ولا جنس حيح مية في المية معنا يا سلام عليك تاني رئيس النادي المصري سازي يا سلام عليك خير خير كابتن اهو السود كده كويس اولا نهارد لك الحمد لله يعني كلامنا مع كابتن طريحة بعض المباراة قال يعني ما معنا انه قال لكم انها مش ماشية وانه الدنيا مش حلوة وفي سوق توفيق اتكلم كمان على سوق نواية واتكلم عن عدم مسؤوليته عن القايمة الاولى التي ارسلت اتحاد كرة القادم المصري شعرت في كلامه بشئ من الاحباط الشديد جدا ولما سوق المتكملوا لأقل مجلس الادارة نوين تعملوا ايه؟ والله كابتن احمد يمكن احنا اتكلمنا في الموضوع هذا كتير واحنا مش هنشتغل بالقطع وفي سوق وفي بعض الاخطاء نعالجها في بعض التدعمات في يناير لازم نبتدي نتكلم مع الكابتن طارق احنا نشوف هو محتاج ايه؟ لكن مش كل مورا هنتكلم بقى هنم هنمشي لا خلاص يعني المفروض احنا ملتزمين بعقدة هو ملتزم معنا بعقدة صحنا مكملين برضو يعني انتو على نفس قراركو بالابقاء على الكابتن طارق احنا على نفس ما ادعنا كابتن اوقات هو موضوع ممتهي يعني ما فوش كلام بس نبتدي بقى نشتغل يعني نقفل الباب دا ونبتدي نشتغل هو مقدمش استغال هو قال المراسلنا ايمن قال له انت مكمل قال له اه قال له طب ايه يعني قال له بقى مجلس يدرى اللي يقرر بس انا مكمل دا كان كلامه يعني بس كان يعني نبرته فيها يحبط عنيف جدا يعني والله كابتن كلنا برضو يعني بس انه مخلوق صعبوا علينا وعلى كابتن كلنا بنعتذلهم نتمنى ان احنا نتدرك الاخطاء اللي عندنا كلنا ونسيبين عليها وتبتدي بقى الايام الجاية ان شاء الله تحسن الاداء ونتاجين ان شاء الله ساز ياسر صحة ان اللعاب محمد اشرف طلع والمبارشة غالى المجلس الادارة وطلب الاستغناء بعد ما غير لبسه وحب يسيب الملعب ويمشي لا انا ما حشرت بحاجة اذا كده حدراك كنتش في الملعب لا انا كنت في الملعب ومشيت بعد المباراة على كل ما لا بعد التغيير التالت هو غضب جدا وطلع وابدى غضبه الشديد انه ما اشركوش الكابتن طارق احياء ولما نزلت خانم عازميلو احمد مسعود قال له ازاي تعمل تصرف ده حصرت مشدة عنيفة يعني لا انا ما وصل لناش حاجة زي كده فهو لو وصل هنبتدي فيه طبعا اي حد اي حد اي اي حد اي اخد عن المسط طيب طيب طير قرارita قرار حضرتك ولا قرارة المجلس بالكامل يا افن قرار اي اي قراره كرار بقا عابفتون طارق اي احياء هيا مرايك ولا مراي المجلس بالكامل قرار democrats المجلس بالكامل كله نحنا متفقين ان نحنا ان هندعم الجهاز الفني طيب ازا تقدم الكابتون طارق باستقال الراوح النهاردة هلقافرت مش قادر بح تعمله ايه والله خلاص بها يعني هو احنا المباراة اللي فادت طبعا احنا اه اف جنة تبسكنا بالكابتل طارق بس ما اعتقدش بالكابتل طارق يعني هاي في كل مباراة نعمل كده لا انا بس انت كلامك واضح انت الرجل محترم في الادارة كلامك محترم جدا انتو قلتو احنا مكملين لكن المرادي لو كابتل طارق يا حياء تقدم بالاستقالة ممكن تقبلوها فندم اه طبعا كابتل هتقبلوها طبعا اه يعني المرادي في حالة تقدم الاستقالة هتقبلوها اه مش كل مباراة هنبتدي بقى نعم 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 لا احنا عايزين نركز نركز في الجاي الفرقة طبعا اه ما كناش نتمنى كلنا ان تبقى النتائج كده ولا نتمنى ان نبقى الوضع ده فلازم نعالج يعني نبتدي نعالج نعم كيف في الطارق من المديرين الفنيين اللي هم على اقل المشتوى الموجودين في الدورين فلازم نشوف احنا كلنا عندنا اخطاء فلازم كلنا اكيد يعني هتناشوف اخطاء الفترة اللي جاية نشوف هو محتاج ايه ونشوف اخنا خطاء ايه اللعيبة اخطاء ايه لازم كلنا هتحمل المتاج نعم شكرك أستاذ نعم أشكرك أستاذ ياسر رياح يا رئيس النادي المصري كلام واضح جدا انه بس المرة دي لكي بطلق السألة احنا هنقبل السألة اداري محترف بيقدي صح وكلمة السؤال بتاعك رغم ان هو قوي اوي لكن حتى عارف يرد عليه كلام واضح لو المرة دي قال طلب السألة اوكي المرة اللي فاتت لما تقدم بيها احنا رفضنا ان احنا كان من حقنا ان احنا نقول له احنا معاك في الوقت الهزيمة وبنسندق مش بس وانت بتكسب اعتقد يعني الرد محترم وحاجة مقبولة جدا طيب قبل ما نروح للكابتن بيبو بس هرجع الهدف تاني اللي كابتن ايمن قال عليه ولو كان عندنا لقطات اوروبية كابتن بيبو هتلاقي ان الجندا مفيوش اي غلط ونرجع تاني للهدف اللي دخل فينا في السنغال بالزبط او هتلنا الهدف اللي ابرابو عليك هتلنا هدف السنغال بص يا كابتن ولا الجولكيبر راح قبط في راجل راح واعت من الكرة جنس انا عايز الناس تشوف محمود شكري بياخد الكرة ازاي يعني هات الكرة على عايز ياخدها في حضن براف عليك بس خلاص يعني لو ايدي فوق ده هو بيقف اهو بص يا كابتن بص يا جماعة بص بس نفس الجن انت لما بتحسب دي فاول هو ده الجن اللي بيخش فيك لما انت بتحسب دي فاول يبدأ ده تسأل الجن ده يخش فيك يا كابتن براف عليك شو بيقف تاني يعني هو ده بالزبط اللي انت نوهت عنه اه بس ده دخلت مرة واحدة ودي وقعته راجل جبه هي هي انا اقصد هو ده نتكتب انا كنت فاكر اجيبها يعني هو ده بص يا كابتن لما بتتساهل في دي هو ده بص اولا انت رس يجي مع الراجل التاني اه دي اللي فيها دفع وزق وكل حاجة وده طالع هو ودي الاستضام ما بين الشناوي والحارس اهو اخد اقبل ادين الشناوي لكن هو ده موجودة على كتف الشناوي كل حاجة لكن ما استفدش ولا بالحاجة لما نرجع على الكلة التانية احمد رقوف ما عملش حاجة اخر ملا مسوش بصراحة يعني بصراحة اول الجوني اللي اصطدم في احمد رقوف واحمد رقوف كان واقف وقعت المهاجم تاني بصراحة الحكم اخطأ اول سجل الهدف نعم طبعا ده هدف صحيح مية في المية للمصر هل فيها احاقة ما فيهاش مش شايف يعني هو طالع الرجل حتى يعني ده استسلم هو احمد بس ما طلعش زكي كان لعب مع الكلة او كان بعد اختر اه 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 اا اه 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 كده بان انه بعمله كبر يعني اه اه وقف يش بعرض ウ اه اه how much to ëقبيعي لغريزه الانسانية هتا جايف عملت كده بس هو 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 موطر كدفه هو وطر فقطه يعني هو حرصeness price يعني انت واحد جاي نسرح فانت عملت كده الطبيعي لكن امان او جيت اظر meinen انا انا شايف ان الحكم اسايف دي اوؤpress اما alien سبل يعني مش المطش كان ممشيه بمزاجه مش بيحمه المطش كان مش حلو لانا احنا بتدين قلنا المطش في الاين الحاوي محمود عبد الحكيم والحاوي بكلي ده باترو جيت وده في المصري الاثنين دول هم اصبات جمال اللعب في الفرقتين ورمان حلوة اللعب في الفرقتين وهما اللي بيثبطوا اللعب قوي الاثنين دول يا شو بير كان اسوق مطش اليوم النهاردة بكلي او محمود عبد الحكيم والاثنين تم تغييرهم ،لمسي يجيئو بالتعابية فالنتيجة تم تغييرهم لكن المباراة كانت ما فيهاش اه اداء حل اه اداء بتاعها كان هابط لكن الاهداف طبعا هي اللي حلته وخاصة اللحظة الاخيرة اللي انا بقولك يعني شفنا فيها لحظات لان ما بتتكررش كتير خليت بيبو بداية المصري كان كويس حسي كن عنده باسرار انتشار محاولات بس تحس يعيني انه اه اه جرأت المعنويات اللى باخدينها مكنتش كتير اوي طبا وبالتالي اه حصل نوعا من انواع فخضان الصقق اللى موجود من قبل اللخ قاسس اه في البداية طبعا اللى موجود من قبل اللخ قاسس لا في البداية طبعا لا في البداية طبعا ماتعد ليش اللعبة دية ماشيها عظيمة بقى ماتعدش اللعبة دي لا تصعب جدا ماشيها عظيمة اما أنا كنت لياها صراحة انا مستتعى لمصري رمي نفسه عن ارض صعبة جدا. انا ناوي ان انا كنت ابدأ كلامي ان انا يعني يعني اه رضا من على الولاد طبعا من الابتاع. وامكن اسوأ حاجة في المباراة النهاردة ان احنا نشوف اصابة. بس والله يبقى بعدين ولد تماسك جدا. اه طبعيا. ولا شريخ ولا صعات ولا حاجة. ده من نعمة ربنا يا شبير الاسابات العظم دي كلمنا انا بقى عليها. صحيح. ده ربنا بيفرز مخدر جوه الجسم. والله العزيزي انا مبذرش. انا جالي كسر جمجمة انت مش فاكر. انا فاكر طبعا. اه والله يا بيبو الكسر ده اه بيجي لك تخدير في الجسم. اه. الحمد لله. الحمد لله على سلامته. حمد لله. حمد لله على سلامته. حمد لله نكلمه شخصين كمان شوية. اتفضل يا بيبو. فازا كن في حاجة سيئة في مطسف هو اصابة اللعبة المرة. اتمنانه طبعا السلامة يا رب ان هو يخرج منها بالف سلامة. وامكن دي اهم حاجة ان احنا الكلام عنه ان الولد يعني يا ربنا يكرمه طبعا الاصابة. يعني اخف من احنا شفناه. لان احنا شفناه. اه كلام كبير جدا وحاجة يعني الواحد انا فعلا جسمي كله كمولع اول ما شفت الاصابة. وربنا يعني يتولاو كل اصابة خفيفة ان شاء الله. بالنسبة طبعا بالنسبة عايزة اكلم على كاب طارق. كاب طارق وقدرت ناني المصف. خلا باينة كابت. خلا في تلويش خلاص حصل في الفرق. في تلويش حصلت. انا بتعرف اكسب. وباخسر بشكل صعب جدا. يعني ما فيش حد يقول. لدرجة ان احنا يمكن لاول مرة ده ما بنعملوش عملنا تقرير قبل المباراة. هل ينضم طريح القائمة ضحايا المدربين يعني الحياة. يعني متوقعين. صحيح. كابتن بص لما كمان لو تعيد ضرب الجزاء. شو الباك عمل ازاي? اه. تحاجة عجيبة جدا. حكا ما حسبهاش فاول اه. لا لا لا. هتانا من بداية عزيبة جمعة. اه لا الكمعة كان صعب. انا متدله اتنين النهاردة اه واحد يعني. انا متدله واحد. يا رجل ازاي? نتفضل اه. تماما كابتن لو احنا عايزين نعرف اه. 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 دربة الجزاء. اه. اه. في ضرب الجزاء وفي اخر ماتش. والفرقة كلها عايزة ان الفرقة تكسب مينفعش ان اللاعب بيلعب ضرب الجزاء. وفيه تلاتة حواليه تمنتاشر. اه. فين بقيت اللاعبة. اه. ما فرض يا كابتن ان انا اللاعبة كلها تبقى حسة بالمسئولية الكبيرة. اه. وابقى موجودين جنب الرجل اللي بيشوت ضرب الجزاء. اه. واطمنه وامنه وحسسه لا احنا كلنا في ضهرك اللي لكونا معاي. ده كل واحد سايب ضربة الجزاء اتنين ومش ممكن يا كابتن الدرب الجزاء تلعبوا تلاتة لعبة بس على تمنتاشر. تلات لعبة بس على تمنتاشر. اه. مش ممكن. مش ممكن فرقة بقالها تلات مبارات بتتغلب. واما يجينا ضرب الجزاء في اخر المباراة اللاعبة كلها مش واقفة على ضرب الجزاء. ما عندهمش استعداد حتى ان الكرة ممكن تضيع وانا كامل اجيب جهور. ده ده يعني قمة لا مبالاة وقمة اللاعبة مش مركزة. قول بقى زمن. لما عايز تقول اي حاجة. اتكلم على ضرب الجزاء زمن انت عايز. اللعيبة سايبين اللعيب بتاعهم بيشوت ضرب الجزاء في اخر المباراة. في ظروف صعبة جدا. في الطل يعني. وسايبينه مش واقفين معا. ده الكرة اللي تقطعت لما كامل مش ممكن. ده ما فيش واحد في الطمانتاشر. كرة تقطعت. سابعة من اللاعبة بتوجد. وعملوا الهجمة المرتدة. واللعبة المصري كل واحد واقف في حتة. سرحان. كل يقول لك ايه يا رب بتتيجي عشان نخلص. لس مش كد. انا مش بتدعها. يا لازم يعني الدعها طبعا حاجة وهمها. انما لازم نب انت بتشتغل عشان الكلام ده. يعني لا ربنا يعني اداكم ضرب الجزاء ده. عشان نوضح نتوضح لكل الناس ان فيه تفكك غير طبيعي جوه الفرقة. اه. وفيه لا مبالاة جوه الفرقة. اه. وفيه لعيبة معنومش مسئولية. ما ينفعش ان انا. لعيب ان انا حتى يعني ما يلعبش وعمل ما يلعبش. مش ممكن ده الكابتر عايز يخسر. وما يلعبكش. يعني انت يعني انت لو انت اكيد عندك الامكانة وانت هتقدر تساعدوك اللعبك. انما ان انت تعمل موقف ده وتزعل. وشاب الفرقة ملويش تروح مجلس الدارة طلوبة. انا عايز امش. ده بيديك اه يعني شكل الوضع اللي فيه فرقة النادر مصري. كلام كابتر طريق ايه? لا. لا. هو خلاص هربت من ايديها كابتر. هربت من ايديها. ايه الجوان بتخش فيه صعب جدا. يعني في ظل ان النادر مصري كان متفوق في التوقيت ده. نعم. يخش فيها جمب الشاكل ده. آآ 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 من رجل طبعا عمرة حسن. ودخلت بالشكل ده ده علامات عملت يديك في علامات وهي ماشي لا مش هتكسب انا الدنيا مش ماشي معاك لازم تخرج عن اللقاء تخرج عن الفرقة خلاص الترتيبة ما بقتش ماشي اه النادل مصر حتى حتى كابتل لما كان بيهاجب ما تحسش في في العيب التنال مصر انهم عايزي كسبه يعني ما تحسش انهم لأ هنكسب النهاردة ده احنا ده احنا كنا متحمسين قبل اللقاء لشكل النادل مصر اكتر منهم في الملع يعني احنا وإحنا بنتكلم صوتنا اعلى وحمسنا اعلى منهم هم لأ حسش ان عادي خالص اللعبة على الواقف الهاجمة بتروح ما فيش مشكلة ما فيش استمراء لا في امكانيات معلش يا بيه لا ده قدرات وامكانيات انت متوسم فرقة هم هم لعيبة مش كبار في كتير لا مش لعيبة كبار وده اللي نوع عنه خد كلامه في فوس كلام طريق يحيب ان في بعض اللعيبة مستواهم هو ده اخره ما تتوسمش قدرات في لعيبة مش موجودة عندهم فهم قد يكونوا بيبزلوا اقسم عندهم امكانياتهم كده قدراتهم كده بس يا كابتن على الال ان انا حسش حماس لكن لا يولام طريق يحيى لا يولام طريق يحيى على قدراته ان هو ان هو اه كمان معدوش حماس يعني هو معدوش قدرات ومعندوش امكانيات الحماس زي بيكون بقدرات برقى بس برضو كابتن لا يعني على الال في كمية تجاري لا برضو كابتن تتكلم على اتنين فراودة احمد رؤوف و احمد ايحيى اتنين لعبه كواسين و فراوده كواسين تتكلم تحتهم محمود الحكيم لعبك احمد رؤوف من هدف الدور احمد رؤوف احنا بديتكلم على من بيوسى الكورة اذا كان محمود عبد الحكيم النهاردة خرج منك برا الماتش ايه كابتن رمضان السيد بالزكاء و لعب عليك كويس بس هو نهاردة خرج برا ماتش بس هو هو لعب كويس ما تضعش طول عبد الحكيم محمود لعب مش كويس لا احنا جاين على كويس ومبقاش جوه الماتش طب هنشوف محمد عبد السلام من الابلي خمصاب نتمن عليه خمصاب خمصاب اكيد طبعا وقت صعب اللي انت بتمر بيه حاليا ولكن عايزين يطمن الناس وانطمن جميع المتابعين على صبتك وانت الحمد لله خير وبردو نعرف الاصابة والاصابة الغد دلوقتي اسم اتحددتش ان شاء الله بكنا اروح لاخصاء كبير دكتور رحمد ابعزين ان شاء الله هو اللي هيفصل في الموضوع انا روحت عملت عشاعة كده مبينة ان فيه كسر في الانكل وان شاء الله يعني بازن الله دكتور رحمد ابعز هو اللي هيدخل بكرة وهنشوف الحالة ان شاء الله بكرة بازن الله يتأكد من كل حاجة ان شاء الله انا بس عملت مبينة جبيرة كده حول الانكل يسبتلي الانكل دلوقتي وان شاء الله بكرة بازن الله دكتور رحمد ابعز هو اللي هيقول كل حاجة ان شاء الله يعني انت محمل نفسك فوق طاقتك وشاف يعني عليك علامات حزن كبيرة جدا يعني عايزك تطمن وتعرف ان الاصابة دي كلها بأمر الله وان انت ان شاء الله بأمر الله برضو هتخف ان شاء الله وترجع بالسلامة وعايزك برضو تطمن الناس وطمن نفسك ان كل شيء هيكون بخير وسلام ان شاء الله الحمد لله على كل شيء يا حاجة ربنا يجيبها الحمد لله انا راضي بها راضي بقضاء الله في اي حاجة الحمد لله يا بس الالم شوية يعني مش مستحمله يعني بس ربنا ان شاء الله يعدي الوقت ده بسرعة وان شاء الله بكرة تطمن وبإذن الله يعني بإذن الله بكرة تبقى الامور احسن ان شاء الله اي حاجة بس الحمد لله على كل شيء الحمد لله اه مشكرك جدا وعايز اقولك ان شاء الله ربنا هيتمم شفاك على خير فترك ان شاء الله ربنا كريم ان شاء الله بإذن الله مشاكل جدا مشاكل موسيقى 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 او انه يعني انا طلعت البست متفهمش بقى القصة شكلية لكن انا انا البست ومشيت وتعامل بادب يعني بس برضو في كل الاحوال كابتن ايمن لازم يفضل اهد على الدكة لا ده ادب تعمله وانت هاوي او انت عاد في مركز شباب اه لك انت محترس انا عصدي انا عصدي انه كانش فيه الفاظ مكانش فيه خروج عن النص بالكلام لكنه اه انا فاق لبزية اه اتقالت هو دخل اه قط اللبس اه لبس لبسه ورجع تاني من هنا لها مزميله احمد اه مسعود لكن عصدي اه اه ما تلفظ بألفظات ركز صح انا انا احمد مسعود ده انا احب الكولتي ده لان اللي هو الفرقة يعني فرقة احنا قاعدين مع بعض على الحلوة والمورة نكسب التلات نقاط او بنخسر كلنا التلات نقاط اللي 14 لعيب اللي في الملعب او بيمثلوا اليوم زي يوم زي 22 او 25 لعيب دي موصفات الفرقة يعني ايه الفرقة ده انت ساعات احيانا وانا كنت ضد ده بتعمل يا كابتن خالد بتعمل مكافئات لللعيبة الاحتياطي ملعبوش بتعملوهم مكافئات معين بقى معلش انا اسف وده اللي كنت عامله فلاحة نجز ملك اللي كلهم بيحربوا فيها اللي هو ان لا اللعيب الاحتياطي اللي بيلعب غير اللعيب الاحتياطي اللي ملعبش غير اللعيب اللي ما تحطش في القايمة مفيش حاجة اسمها المعاصر المحترفين لللعيبة بس اللي بياخدوا المكافئات صحيح يعني اللي بيلعب بس لكن يقولك لا روح الفرقة وكلام ده كلام محترم لكن اللي حصل ده مفوش ادب لمجلس الادارة ومفوش ادب للمدير الفني ومفوش ادب ففي كل ده لا التصرف طبعا في كل الألفاظ ما هو تصرفك أحيانا مبقاش محتاج كلام وهو تكلم بطريقته زي أنا بقول إيه وإنت بتتكلم فيها بطول إيه يا كابتن بطول اللي عايز زي ما كنا بنتكلم في موضوع المدربين المرشحين بتوع منتخب مصر أي واحد غاوي كلام كتير أو عايز يبرز نفسه إنه هو من حقوق يجي مدرب منتخب مصر بالكلام ملاقاش قيمة إنت عايز تبرز نفسك مدير فني لمنتخب مصر ورينا في الملعب ورينا بتقود الفرقة إزاي بتعرف تكسب إزاي وإنت ضعيف بتعرف تكسب إزاي وإنت قوي بتعرف تسيطر وتكسب إزاي زكاءك جوه الملعب في التعامل في التغييرات في مدربين كتير أوي في الدوري شغالين محترمين أوي ونفقر بيهم ومنهم صوت وما سمعتش أسماءهم في الترشحات أنا ما سمعتش العشر في الترشحات وما سمعتش حمادة صدقي في الترشحات وهم ما تكلموش لكن شغالين بيتكلموا هم بيلعبهم نقول مثلا طرق العشر من 11 مبارا فاسف 8 تعادل 2 خسر 1 أقوى هجون في الدور العام مسجل 29 هدف الفرق اسمها إيه؟ بتاعته؟ فرق إمبلي يا فنم آه يعني لا أصلا معلش ده تقييم يخش في الاترام 29 عليه 9 هدف نسبة مقبولة جدا 26 نقطة متصدر الدور العام نقول مثلا ودي دجلة من 12 مباراة آآ آآ فاس 7 تعادل 3 خسر 2 سجل 17 عده 7 14 نقطة تارف الدور العام نعم آآ ودي دجلة معدوش ولا لعيب في المنتخب نعم وإمبي من اللعيب اللي عنده دخلت منتخب مصر معلش أنا أصي برضو ده نعم مهم قوي نعم يعني مهم قوي نتكلم فيه إمبي كم لعيب عنده في منتخب مصر ولا واحد ولا لعيب ودي دجلة مم ولا لعيب وقدرين إنه هم يأد لأ وبعدين معلش بقى أنت مش بتقيل لا تتخلوا كلامنا آآ على الصورة أخذ لحضراتكم يعني إيه معقولة حلوة أو ده أحنا عايزين لنحل ده بشكل جميل يعني فبس إنه بنخد كلامنا آآ معلش يا عظيمة اللي أنت بتعمله ده حلوة أو بس إحنا بس نقفل الحاجة دي لكن المهم إنه هو مش بس بيكسب أو بيجمع نقاط نعم أنت بتكلم على عرض فني رابع طبعا ده مبارح الناس كلها مبهورة بودي دجلة بحالة المار نعم الفاعل قوي التحول الهجوم الرابع استغلال المساحات إزاي التعامل مع أطراف الملعب إزاي عمق الملعب ده الفرق الكبيرة فرق قليلة أو في الدولة المصري نعم اللي بتلعب في الثلاث الجهات هجومية جنب يمين جنب شمال وعمق الملعب نعم إحنا تفرجنا مبارح على ودي دجلة واختراعة تأريفة جديدة من حمادة صدقي إنه بيحط الاثنين بلي ميكر حوالين الكورة نعم في كل حتة فتلاقي أقصى معرفات نعم ومهاب سعيد اللي اتنين في أي جنب عاملين الكورة وعملين الجول بص يا كابتن شبير اللي عايز يستعرض قدرته على إنه يقود منتخب مصر يستعرض الملعب هو اللي يستعرض تكلم حتى أراكنا إلعب حتى أراك وأكد لساتك وليكن ما يكون إنه ندرب المنتخب القادم أصلحة مصريا وإنه النهاردة في حواري مع الأستاذ نحمود الشامي عدو مجلس دارة قال لي إنه إحنا كان فيه مليون وثمينمائية ألف دولار مستحقاتنا لدى الاتحاد الدولي أو لدى الاتحاد الأفريقي كنا معاولين عليها إنها هتصرف على المدرب وإنهاردة قال اعتبر الفلوس دي مش موجودة خلاص موقوفها لأ قال لي اعتبرها مش موجودة خلاص المدوء انتهى وده قصة كبيرة إن شاء الله هفتح لكم ملفها يعني أنت عندك قاعدة في رحرحة دي هو الجمع ولا يا كابتن لا مش الجمع عشان الأستاذ يسري جعفر النهاردة والأستاذ عبدالنطيف الدوماني يعني الله يخليك بس إيه انت اللي جدتوا لنافسك بقى بص قال لك إيه بص الله يخليك قال لك عن كون خير الله غير مؤهل للقيام بالإشرافة العام على الفريق أكد إن خير الله من أحسن لعيب الكون الخمسية في مصر يا مفتري وكان بستغطى نوع من محلم منذ سنوات مضت لو لا استشعروا الحرج لكونوا مستشعر الرئيس للشركة بص بقى كمان قال لك إيه وضف جعفر بنية تعجب ممن يعيبون على خيران لأنه كان مندوبا للمباعات وبقى عن الأنبوبة فبقالوا ماذا تقولون عن بداية أحسب من أنجمته الكرة المصرية محمد وبتلك النظر لأنه بدأ حياته عاملا في مجال المأمار بص أزاي هو الأنبوبة يعني الأنبوبة حلوة يعني الأنبوبة حلوة كرة من الوزير خارد عبدالعزيز بدأت عاملها بجدية شديدة جدا في اتحاد الكرة النهاردة وكان أحد كبار المسؤولين في الاتحاد بيحاول أنه يعوق من عمل اللجنة أو يعوق من عمل اللجنة لكن جدية اللجنة في التعامل لدرجة أنه هم رفضوا حتى يتناولوا كباية الشاي داخل اتحاد الكرة وده أمر بدأ يحسسني بالراحة وقالوا أنه بداية عمالها هتبدأ من النهاردة مش من تاريخ تشكيلها من الوزير لأننا كنتم بداية أنه في أربعة تيام عدوا قال لك النهاردة يوم الحد هو أول يوم عمل وليوم خمستاشر يوم فأؤكد لساتك ولكم ما يكون أن المدارب المصري هو القادم للمنتخب الوطني خديني ما بعتش عن المباراة شوية أرجع تاني لا 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 اللي هكلم أكتر ولا اللي هشغل أكتر لا هشتغل أكتر طب ناشا فضل بس في مصر أنا مش دعمة فضل اللي أنا وآمن يونس في الاتحاد كنت أقول لك اللي هشتغل أكتر اه صحيح كده كده كابتون آمن أنا سوالك كبتون أنا بسألك سوال هتكلم أكتر اللي هشتغل أكتر بلنسبالي ولا بالنسبة للعادي لا لا بل اللي هيحصل عشان نستوى مطاقعين طيب من كلام على شغل أه طب ما نجيب ده مدرب ونجيب ده مدرب مساعد ونجيب ده مدير فني وهكذا يعني بلس في استكمال المسخرة بلس اللي احنا ممكن نبقى عايزين عايزين ايه قولولي فاصل لسه الراجل ما نطاقش طب فاصل درجع لديه وماشي يلا خبرين همين القائمة الدولية النهاردة وصلت الموافقة من الاتحاد الدولي عليها زي ما بعتها اتحاد كرة القادمة من مصر لانه كان في حد من المستبعدين قال انه الاتحاد الدولي وقف القائمة المصرية وكان حاجة غريبة جدا لكنه وفق عليها بالكامل زي ما هي وزوده حكام الكرة الشاطئية حكم وده كويس وحكام الكرة الخماسية حكم وده كويس وحكام الكرة النسائية سبع فده كلام جميل عشان عايزين يزوده يعني القادة التحكمية في مصر التاني انه الاهلي اعلن قائمته لمباراته غدا مع حرس الحدود مصعد عوض وعبد الكافي شريف حازم شريف عبد الفضيل حسين السيد اسلام رشدي عمد متعب وليد السليمان مو سيدان محمد رزق سعد السمير عبدالله السعيد احمد عبدالزاهر محمد فاروق محمد نجيب باسم علي حسام عشور تريزي جي بصوا بقى بصوا بقى درياتي بقى بتأمر هو كان في افريقيا ما عندهش حد رمضان صبحي انا لما بشوف رمضان وكريم بامبو برق قيمة بازعل عشان اكون امين يعني حتى لو الولاد دول عندهم حاجة والمدارب عايز يزبطهم يعني يزبطهم ومعا لازم يكونوا موجودين دول امل مصر مش امل النادر ايدي بس فالحياة اللي بيفكر في مستقبل البلد لازم الولادين دول يكونوا موجودين اعطوه الا بقى ازا كانوا يعني وانا معرفش يعني بطيبين يعني رمضان نابس معاش الكلام مش في التمرين ده شغلة مدارب لكن رمضان وكريم بامبو لما بقى برق قيمة بازعل جدا رمضان صبر رحيم مصاب وكريم بامبو مفوش حاجة ورمضان مفوش حاجة له اي واقل معرفش كانوا جابوه دي من ديرزل بلجيكي واحمد خيري واضح انه على ابواب الرحيل من النادر اه لحسام غالي طبعا اه مصاب ارجو محنش ازعلمين انا بقول هذا الكلام موقتنا بيخلص يا كابتن بيبو بس يعني هل بترجدت القادرة على المنافسة بهذه المعجزات مع كابتن رمضان السيد لانه كابتن امين اخطت الاسم رمضان محزوز السيد رمضان لا بس الحظ يستحق طبعا الحظ مهم طبعا وخلي الحظ تحكله مرة اه اه يعني كنتم عمره الحظ لكن اللي ياتي بقى اسمه رمضان حتى والعيب يا جماعة انا بس انا لقيت مع الكابتن رمضان السيد اخسم لكم بالله هذا اللاعب من افضل من انجبت الملعب المصري طب انا اقول لك حاجة كابتن رمضان السيد ده كابتن ايمان ده ليه خصة طريفة جدا كلنا بنحكيه اهو رمضان بينسى على طول يعني جينا مرة في الزهاي كنا في فترة الاعداد فهو جيه حصلنا وبعدين جيه حد الفندق وبعدين في الاخر قاعد يعمل كده ايه كابتن رمضان قال لك مسيت جواز السفر بتاعي عادي جدا المهم بقى هنا تاكس جاي بعدها ودفعنا مش عارف خمسمائة ماركس عاية تاكس لكن عايز اقول لك بقى كابتن رمضان عمل ايه كنا بنلعب سامن فاينا اركاس مصر كان مع المقالون العرب ومطش كان صعب جدا 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 ورمضان السيد ده المطش الشهير اللي احنا لغبنا فيه بعشرة بالعبين ضد 11 وقت ضافي وكسبنا 3 مال والمولين في قوته بالأطوان وحمد نوح واسماعيل ديفان وعبد الرزاق فرقة عنيفة جدا ونصر محمد عبد الله رحمه فرقة عظيمة جدا كله على شحات العظيم عايز اقول لك انه رمضان هو اللي شار المباراة كلها رمضان كان بلعب بتمزق بتمزق كابتن جواري كان عمله اللبخة تعال الزمان دي وعملها له ورابطها له ورمضان والله رمضان وخالد جدال الحقيقة يعني اتنين وقال العيبة كتير عشان ما قلقت شار المهم ما احنا راجعين فالجمهور كان بيطلع يقابلنا كده على الاتوبيس فقعدوا يغنوا قالوا بيبو 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 بردو خرار كانت عزاز وشانت ايه بهم اللي هم بيبو في امريكا كان بيبو 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 حتغنوا لنا امتى وكمل ولعبنا نائك كاس وكان رمضان لي دور كبير فكاس ان الحظ اه هو انسان محترم اوي 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 او كان لعب محترم وكان مميز فعلا استغل كل توفيه هل بتروجيت يا كابتن بعد وصوله الى النقطة رقم اه 23 منافسا لحمادة صدقي اه هل بتروجيت ممكن يدخل في المربع الدهبي يبقى متدفي وهل المصري بعد هزيمته النهاردة ووقف عند 17 نقطة دخل في المعمعة بص يا كابتن انا كنت مراهنك اتنين رهان صح مراهن واحد داس على ودي دجلة لا ومقص اه وقلتلك على ودي دجلة جاي في الطريق وصفقاته في الدور التانية ماشي احنا لسه على الرهان لا 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 احنا وقالك بترجيت بترجيت جاي وانا فكر الكلمة دي جاهز والله العزيز يا كابتن ايلك بترجيت جاي انا رهاني انا انا واستاذ المشاهدين لا انا مش رهانك لا لا بصك لك مش عايز تكمل في السنة ماشي لا بصك فرحة كويسة جدا عندها امكانات كويسة جدا لا الحقيقة انت هم حتى بيخسروا قلتلي بترجيت جاي بس مكانش رهان لا مكانش رهان بس قلتلك هم جايين في السكة وعندهم اه كريم بامبه كريم بامبه في الدقيقة الاخيرة في الثانية الاخيرة وكان نازل ربع ساعة بس انا بازعل بازعل على الكرة في مصر ان دول امل مصر يوسف اوباما وده وقت تكبرهم بالزبط كده وده وقت تكبرهم لان انت لو عملت كده تخلص عليهم بالزبط كده اوباما ومصطفى فتحي في الزمالك برضو بزعل جدا ان هم بتاخد خطوطين وترجع مصطفى فتحي كمشجع كورة بحب الاقي الولد عمر الوحش في الاسماعيلي حب الاقي احمد الشيخ في المقصة حب الاقي كريم بامبه رمضان صبري سلام عليك انت بتنقي ده مصطفى فتحي ده لعيب انا عايز اغير اسمه لكن هو مميز اوي 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 صعبة يعني بصراحة خطوتين قدام واربع ورق يعني احنا كمان حتى المدارب اللي جاي بنقول له حنفرملك الدنيا وحييجي بقى الاهلي بلعب في الاسماعي في السومبر حيقول لك انا متمسك بكل اتيو المنتخب عندهم براهم خش في دوامة يعني صدر كابتان خيال حرام اللي بيحصل معه السغريين لان هم بصراحة كل كل اختبارات اللي داخلوا فيها نجح طبعا طبعا يعني قلنا كريم بامبو ما كانش بتحطه عشان افرق خيال طبعا افرق اخدش تصدر كابتان هنرجع على تاني احنا قلنا فرق بيتروجيت فرقة جيدة وانا انا فاكر الكلام اللي انا قلته كويس قلتها يا كابتان يعني بيتروجيت صفقاته اللي جاية يعني كنا بنتكلم ان فرقة المؤسسة ما بتصرفش او انه هم الامور بقت صعبة جيدة قلتلك لا بيتروجيت هيصرف والدنيا يتمش بس عشان عظيمة بس ايه عنده التكنولوجيا الحديثة الجميلة دي فعايز ان اخد اللجوان نبدأ ان اخدها كده لو بيحكيلك المساحة اللي كانت متخربية هناك وازاي يتحرك فيه احمد سميل برغو عظيمة اوي يعني عمالها حلوة جدية وبيوريلك اعداد اللعيبة تسعة كمان برا اللعبة واحمد سميل خطف المساحة سرق المساحة متكاورين في حتة واحدة استغلال المساحي استغلال سوق الرقابة زكاء احمد سميل والسرعة اللي عملها سرعة فجائية لمدافع كمان بيتروجيت هدف رائع من احمد سميل وعلى رأيك اللعيب الوحيد اللي كان موجود وانت اللي قلت الحياة طب عشان يبقى النهاردة احنا بناعمل خدمة جديدة وخدمة تحليل الهدف نروح على طول لو عندنا باقي الهدف عايزين تحللوها قولنا اول كابتن بيبو يكمل في تحليل موقف بيتروجيت قولنا بسرعة يبقى كملة بيبو بيتروجيت زى ما احنا قلنا هو ماشي بشكل كويس انما عشان انافس لالامور هتبقى صعبة جدا هو هيفضل ماشي كويس لا انا بقول شي نافس انا بقول مش رجل اه هيبقى فرابة لا مش من الاربع من الستة الوحيد طبعا فرقة كويس وعنده امكانات كويسة وعنده ثبات في التشميل كويس وعنده عل اللي ما يأتي طبعا مالهم ماشي كده عل اللي ما يأتي عل اللي ما يأتي عل اللي ما يأتي ادي الهدف كمان ودي الدفعة ده العلل بقى دي علل بص واحد عمل علل للمصري انها بدرب الجزائق غير لازمة محمد جمع بص يا جماعة هي زقة هي زقة والتاني زاكي قوي لعبها بزكاة حط في ضهره خلاص برفع لك صوته بقى تسعين في المائة البرلتي مش من هنا البرلتي لما جمع ساب الولد يسرقه في الجاري هو كان لازم يتحدى في وانا قلنا من الاول على سراعة هو هدوب دفعة صغيرة يدوب دفعة صغيرة نعم زيب رجب قدامه بيلعب عليها في الاخر هو استغلها في الاخر انه هو سرق الرجل وهو عرف حط الدار وهم حاجة في كورت القدم تسعين في المائة من كورت القدم للمهاجم ان انت تاخد خطوة الاولى نعم طيب دربة الجزاء برضو الضائعة بص يا كابت بص يا كابت بص كامل عيب من نار طيب هتبسها من غير ما بص مش موكر اكثر هو اللي جابها هو اللي صلاح بص يا جماعة ده وده كان فين الاستاذ ده كان مع كابت الدار بيصابه مسلا بيدعو يا جماعة مش معقولة جماعة ده كمان يا كابتن خالد يقول لك تفضل بيبو مركز لحد اخر سنة بص لاتنا دول اتنين البودلاء خلي بالك ده الناس لازم تاخد بالك دول اتنين البودلاء اللي نجده كلهم يا عظيمة بتحاولش كلهم برضا اللي يعمل يا كابتن وهم اصلا ما فين هنا ازاي ده انا انا بشوت ضرب جزاء كلهم بيكلموا ده بتنطر يعني ايه اهو يا ربنا هيكرمنا فياخر اللقاء بقالعب ضرب الجزاء اتنين مدافعين اتنين مدافعين وقفينوا البيان كلهم عال 18 وبعدين ايه ده ده خلي بالك ايه ده بتوجدت جامل 18 بتاعه اهو فلت مصر وفا مصر ملعب وضربوهم برضو وضربوهم برضو وضربوهم برضو لعب لعب المصري كانوا متعاطفين جدا مع تريح عارف التعاطف المؤذي اه الدب اللي بتقتل صاحب ده تعاطف مؤذي واحين كلهم لتريح انتعرف ليه يا سلام عليك انت فاهم كلهم الممين عليه وزيبين الملعب بس قبل لقطات اليوم خلينا اقولك اه قائمة والحكام الدولية التي اعتمدت من الاتحاد الدولي لكرة القدم حكام الساحة جهاد زغلول جريشة محمود احمد عشور ابراهيم عالي سيد مرودين محمود زكرال بنى محمد عبد المانعم الحنفي محمد معروف فايد ومحمود احمد بسوني مبروك دول حكام الساحة المساعدين ايمن دجيش عبدالله تحسين ابو استداد بدير احمد سيد ابو العيلة دين اسماعيل السكران احمد حسام طهى محمود احمد ابرجال وسامير جمال سعد الف مبروك حكام كرة الصلاة اللي احنا بنوعلها خمسية شريف رشوان سليمان محمد حسن يوسف محمد حسن خليل ووليد احمد الصياد اما حكام الكرة الشاطئية سامح عبدالنبي الشرباجي وائل مصطفى الصباخ خارد عبدالنبي بخيت هاني فاروق العرائي المحكمات سارة سمير محمد ونعمة محمد رشاد والمحكمات المساعدات فورجت مونة محمود عطالة وجمالات احمد شبل وهنادي حسن عبدالغاني وبوسي سعيد كامل وسهام فؤاد صالح مبروك لهم اه جميع ناخد لطاتنا بسرعة يا عظيمة يلا ادي اه ده هدف اليوم يا كابتن عين انا بتطفق بعد هدف هدف نقلم نضحك نبكي نفرح في كل انواع الحسيس كل انواع الكوميديا والدراما والكوميديا الدراما المسلسل بنحتوي على كل شيء دراما السوداء كمان في اللحظة الاخيرة والولد حطاه الواء لا وده كيب بارسعده ابي صدت اليوم كابتن خالد محمود شكري اخطأ لكن ضربت اجزاء على فكرة تقيلة يعني معمولة بقوة على الجنب الميل وشلة كويس كابتن السببات ان انا في اخر لفاء وافضل حافظ على فريقتي ومركز وقاعد وشايف الرجل بيلعب الكرة في الكرة مجاتش فيها وانا واقع ده انا اراح لكرة الصديدة بأيدي الاثنين وامطلحة صح مش مطلحة كمان بس ايه على الجنب بشكل كويس بشكل كويس متوقت مهم جدا وده شيء مهم جدا بالنسبة الحارس مرمى نعم فريق عايز يكمل بشكل كويس تغييرات النهار ده كانت موفقة جدا للكابتن رمضان السيد وده زي ما قلنا قبل مباراة الدكة فاة برفع ليك قدي شعراوي اللي كان بديل سجل وقدي عبدالعز يوم اللي كان بديل سجل يعني الناس قسلوا النباء جماعة بقوا تعطف عندنا اهتمنا زباية الدنيا ماشي ازاي رمضان السيد وانجم اليوم يستحق استغل استغل الحظ استغل لعبته استغل الاخطاء المصري استغل التوتر استغل العصبية وعمل تلاتة واحد يستحقوه دي لقطة اليوم يا بيبو يعني لا تلومنى الا نفسك خلاص لا هم ما استحقوش اكتر من كده اه بصراحة ما عملوش لا اكتر من كده يعني المفروض يتعبوا اكتر من كده عشان ما بيبوش في الموقف ده امور صعبة جدا بالنسبة للنادي المصري ونتمنى ان هم يفوقوا من الكلام ده لان بالنسبة لهم هيبقى الامور صعبة جدا لان ما بيقدوش بشكل كويس نعم ومش عارفين كمان ان هم عندهم بحماس حتى يغطي شوية على الادايا شكرا كابتان خالد يوم شكرا جزيلا شكرا كابتان ايمان يونس شكرا جزيلا يوم جميل فعلا استمرار للايام الجميلة بكرا ان شاء الله نتمنى ان يكون يوم اجمل والاهلي مع حرص الحدود نفس السود التحليلي بنضمن الاساس خالد توحيد غدا ان شاء الله عز وجل هتكون عندنا بكرا ان شاء الله وقت للفقرة فقرة الحراس بس اتمنى يكون عندنا وقت نحللها اكتر وايضا فقرة التحكيم ان شاء الله هنكون معاكو دائما وابدا مشاهدة ممتعة فقط عبر الملعب وكرة في الملعب وCBC